تحية طيبة أنا اليوم كان عندي أكثر من موضوع هو موضوع خاص بالسنوار وأيضا خاص بشهرور نشرتها صفحتي على الفيسبوك وأيضا عندي موضوع عن المذبح التي تعرض لها الإيزيليين قبل عشر سنوات وأدي حرقة خاصة حول هذا الموضوع وسأفصل فيه كثيرا حول قضية أساسية وخطيرة جدا وهي غياب مفهوم السلام عن مجتمعاتنا وليس مجتمعاتنا المسلمة إنما عن عموم عموم مجتمعاتنا البشرية عبر التاريخ بما عدا فترة التي ظهرت الفترة الحداثة أو بعد انتشار قيام الحداثة المهم أنا اليوم راح أتحدث عن موضوع محمد شعرور وبالبداية كان هو موضوع نشرته على صفحتي بالفيسبوك وقلت فيها نشرت فيها ممكن أن نشوفها إسا حتى أطلعكم إياها أكبرها الصورة حتى يشوفونها نشرت هذا اللي نشرت اليوم أنه هي لسيد شعرور يقول فيها أن الآية الكريمة وهي نصها والفجر والفجري وليالي عشر والشفعي والوتري هذا يقول هي الفجر هو الانفجار العظيم أما ليالي عشر فهي فوتونات الضوء والشفع والوتر فهما والوتر هما البروتون والإلكترون يقول أنا هيك فهمتها هذا هي نظرية أو قراءة السيد شعرور لهذه الأعلى طبعا بهذا الطريق نحن ممكن نتحدث عن أي شيء كما نشاء طبعا حلوة هاي عبارة كاردوخ أهلا بيك أنا مثلا يقول بالمناسبة الشعرور كان بداية بداية للحادي هو يعني اتحدث عن تفسيرات إنه هنا البروتون وهنا النيوترون وربطها بقضية بالقرآن الكريم اللي نزل قبل 1400 عام وفي منطقة صحراوية غير ذي زرع يعني قرية غير ذي زرع واللي هي في مكة بينما كان الناس لا يعرفون شنو بروتون ولا نترون ولا الكترون ولا درة ولا يعرفون أي شيء من هذا الموضوع الفيزيك كلها أصلا ما كان لها وجود يعني وعلم الطبيعة بأكمله والعلوم أصلا بحداتها غير موجودة الآن هو يجينا محمد الشعرور ويقول إنه هذه الآية الكريمة معناها هذا إنه البروتونات موجودة في القرآن والنيوترون وكل ما لذى وطاب كل ما تحتاجه وموجود في القرآن وهذه فكرة هي فكرة قديمة جدا يعني عبر التاريخ فكرة وجود كتاب عظيم وفيه كل شيء هي فكرة سحرية طباوية كانت تداعب وتغازل أذهان البشر وكانت دائماً هناك فكرة عظيمة فكرة حلمية أو رغائبية أنه هناك كتاب فيه كل شيء السيد شهرور وهناك ملايين مثله طبعاً يؤمنون في أن في هذا الكتاب كل شيء وهو هذا إلى علاقة بنظرية اللي أسميه نظرية التثبيت والثابت وهي أن كل إنسان بحاجة لأن يثبت شيء ما لكي يستطيع بعد ذلك أن يعتمده مرجعاً له في العمل والحركة والتفكير والتحليل والاستلتاج لا يمكن إنسان أن ينطلق من الفراغ أو من نقطة غير محددة وهذه المسألة أنا أعتبرها غريزية وليست مسألة ذهنية فقط وتشمل جميع البشر هي أشبه بإرادة القوة عند نتشا وأيضاً الإرادة عند شوبنهاور لكن الإرادة نفسها إرادة القوة أعتبرها أيضاً فعل تثبيتي لكن التثبيت هو شيء أعمق من هذا بكثير وموجود عن جميع الكائنات بالتالي أنا أشوف أنه سيد شهرور هو يعتمد على فكرة وجود كتاب فيه كل شيء والمعاني التي تستلهم من هذا الكتاب أنه هناك إله وهذا الإله هو موجود وفي كل مكان وكامل الرحمة وكامل في كل شيء بالتالي الكلمات التي أرسلها هذا الإله هي بالضرورة تحمل كل شيء هذا التفكير الرغائبي التثبيتي موجود يعني أغلبية البشر يفكرون في هذه الطريقة لكن بالنسبة لنا كشعوب مسلمة ومؤمنة بالكتاب هي ترى بأن هذا الكتاب ينطوي على كل شيء من عنده هو واحد يعتبر من كبار القرآنيين الذين يعتمدون على فكرة أنه القرآن في كل شيء أما الوحي وما إلى ذلك فهو ليس بالمصدر المؤتمد من مصادر تشريع مصادر مصادر الوحي أو العقيدة أو الإيمان هي تتوقف على القرآن فقط أما مصادر التشريع فهي أيضا فيها تقنين كثير أو تقنين ليس من قوننا إنما تقليل من حجمها هو دائما يكرر بأن آيات الشريعة أو التشريع هي قليلة جدا ولا حاجة لهذا العدد الضخم الرجل مهما يكون يعني ممكن أن نسخر من هذه الطريقة الخاصة في تعويل الآية وهناك عد عشرات التأويلات من هذا النوع وأنا أعتبر أن هذه مسألة هو من حق الرجل وقال أنا هكذا أفهم الأمور يعني معناته هو هكذا يفكر وهكذا هذا منهج الخاص بفهم الأمور لكن وأنا أكرر أنه هو من حق أن يقرأ القرآن بطريقته وهذا حق يجب أن يكون مباح ومتاح للجميع لا يجوز لأحد أن يحدد أو يختطف هذا الكتاب الذي هو نزله أو أرسله للناس أجمعين من حق الجميع أن يقرأه أما أن تأتي بحجة أنك تقرأه أفضل من غيرك ولديك خبرة باللغة وعندك طلع على علوم البلاغة وأسباب النزول وما إلى ذلك هذه ليست حجة كافة يعني في رأيك لأنها أصلاً هي كل الأشياء التي يتحدثون عنها أيضاً ليست بالدقة التي يصفونها أن هؤلاء لا يدرسون النص القرآني بطريقة علمية الآن أثبتت الأبحاث هناك معهد كامل في ألمانيا معهد متخصص في قراءة القرآن ومعهد دراسات كبار البروفيسورية وكبار الباحثين يدرسون القرآن ونص القرآن وأثبتوا وقدموا دلائل مهمة جداً طبعاً لا يمكن لأي مسلم مجرد أن يطلع عليها أن ينفيها أما هؤلاء قالوا أن المسألة لا علاقة لها القرآن كتاب فيه دلائل على أنه مصادره سابقة عليها وليس لاحق عليه معنى أن أسباب النزول التي يتحدث عنها رجال الدين والتراث الإسلامي بأمومة هي أسباب نزول وضعت بعد قراءة الآيات وليس قبلها وهذه هنالك أدلة كثيرة على هذا الموضوع طبعاً هذا لا ينفي أنه هنالك أسباب لنزول الآيات لكن كثير من الدلائل الآن ومن يبحث سيجد الكثير من الآيات تؤكد بأنها لا تدلوا ليست لها علاقة بالأسباب المعروف مثلاً واحدة من الآيات كنت تتناوي وعدت كثيرين أنه أقدم بحث عنها بحوث خاصة للصديق هو سرمد رشاد كاتب بحث عن مثلاً آية وَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا فيقول كلمة زَيْد هي لا تعني زَيْد ابن حارثة الذي كان ابن الرسول إنما المقصود به يوسف وهذا المعنى المخصود أما كلمة قضى منها وطراً معنى أنه كان زوجاً لها فمقدم تفسير لهذا الموضوع بالتالي وهناك عشرات الآيات من هذا النوع بحوث موجودة وتقدم دلائل لكن هذا موضوع تاريخي يعني ليس لسنا في هذا الصدق المادام هو هناك شيء ترسخ في الوأي وهناك الدين تم صناعته بمعنى الكلمة تم صناعته بأمر من الصلاطين ومالأمر من إمبراطورية اسمها الإمبراطورية العباسية تحديداً منطلق بدايتها كانوا بحاجة إلى دين أو أساس أو حقيقة أجيولوجية تشرعن فيها هذه الإمبراطورية التي ابتدت من الصين إلى حدود الصين إلى حدود المغرب وفي البدايات كان جزء من الأندلس أيضاً تابع إليه هذا المساحة الشاسعة لا يمكن أن تحكم شعوب فيها عشرات الأديان وعشرات الأجناس والعشائر والملل والنحل فالتلا يمكن أن تحكمهم بطريقة احتباطية إنما لا لديك عقيدة دينية وقديماً بديت تدقق في هذا الموضوع وأنه قديماً كان الهيكل أي إمبراطورية في ذلك الزمان طبعاً كانت كلها إمبراطورية مفهوم الدولة الوطنية ظهر بعد معاهدة ويستفاليا يعني منتصب القرن السابع عشر بعد الحروب الدينية التي حدثت بين البروسيطانس والكاتوليك اجتمعوا في مكان ويستفاليا بعد حرب الثلاثين عاماً اللي ماتوا فيها تقريباً بسبب الحروب الطائفية ماتوا فيها تقريباً ثلث سكان أوروبا والثلث الثاني أيضاً ماتوا بسبب الطاعون وبسببها أيضاً بعد هذه المعاهدة بدأت تشكيل الدولة الوطنية وانتهت فكرة يعني بدأت تنحسر فكرة وجود الإمبراطورية المهم كانت الإمبراطورية في ذلك الزمان من مبادئها الأساسية أن يكون لديها عملة ويكون عملة خاصة بها ويتم سنها بطريقة بها الإسم الإمبراطورية والدين مالتها مثلاً الله المسيح شيء من هذا القبيل محمد النبي الخاص بكل أو تظهر أيضاً سورة الإمبراطور الروماني بأتباره كان أيضاً إله الإمبراطور الروماني في وقتها يعتبر إله لعلوة وليس بمعنى الإله الحقيقي المهم فكان كل دولة أو كل الإمبراطورية كان لابد أن يكون لديها دين أولاً وأيضاً عملة خاصة بها وتسن تسك هذه العملة باسم هذه الإمبراطورية والشيء الثالث هو أن يكون لديها لغة خاصة بها لغة رسمية هذه الثلاثة كانت تعوز الدولة العباسية الناشئة التي أنشأها بالبداية أبو العباس سفاح اللي هو أخو أبو جعفر المنصور يعني العدود نتحدث الآن في سنة مئة واثنين وثلاثين عندما سقطت وبدأ حدثت مجازر بحق الأمويين وتم قتلهم جميعاً يقال أنه واحد منهم هرب إلى عبر نهر الفرات بعدما وقعت الزاب ويعني قتل مروان الحمار كما أتذكر مروان بن محمد الحمار وكان رغم أنه كان خليفة قوي ومن الأذكياء من دهات الأمويين لكن الأمور كانت سيئة جداً أدى هذا بالنهاية إلى سقوط هذه الخلاف فبدأت الخلافة العباسية بتأسيس وهذا كان يعود إلى أنهم صلتهم بالامبراطورية الفارسية التي سقطت على يد المسلمين فبالتالي العقلية الفارسية دخلت في الإسلام وتم الاعتماد على العقول الفارسية والمفكرين الذين هم بالأصل فرس وكانوا يعني معظمهم على أديان أخرى يعني مثلاً عبدالله بن مقفأ كان مجوسي وأسلم وأبوه كان مجوسي وأيضاً كثير من هؤلاء هما كانوا من المجوس أو المزكية أو زرادشتية هؤلاء هما كانوا النخبة المثقفة التي بدأت تؤسس للدولة الحديثة أو دولة حديثة بمعنى الدولة الناشئة يعني العباسية وأرسل أبو جعفر مصور إلى أيضاً إلى المنبالله أرسل كاتب سيرة ابن هشام أو السيرة الأصلية لابن أسحاق ابن أسحاق هو من موالي 80 هجرية ويقال أنه كان من سبي عين تمر في العراق أبو يعني كان من سبي يعني أنا جاي أستحضر وأذكر هاي التفاصيل ولو بتعادلت عن موضوع محمد الشحرور بس أنا حتى أدى أقدم أو أسوي فرشة لما سأتحدث عنه عن موضوع السيد محمد الشحرور ونظريته أو فرضيته التي لاقت استحسانة الكثيرين فهذه الفرشة عدت بالنتجة إلى صناعة الدين الإسلامي هذا لا يعني أنه الإسلام لم يكن موجودا يعني البحث النبعوي يعني متأكد أنه الرسول موجود والقرآن موجود بالعكس القرآن وأقدم وثيقة أقدم وثيقة ممكن أن نطمئن إلى وجودها في خاصة يعني بحدود نهاية القرن السابع الميلادي يعني ممكن أن نتق بوجود القرآن حدود 85 هجرية 90 هجرية 96 أو 86 عندما وجدوا يعني العيات القرآنية مكتوبة على جذران قبة الصخرة فبالتأكيد هذا الآن النص القرآن يعتبر هو الأساس لكن المشكلة هو أنه بعد ذلك بدأت القصص تتوالى وبدأت تراكم السرديات والكتابات وبدأ الدين يتشكل ويتحول بين عقيدة أو نحلة لجماعة معينة إلى أن يصبح دين تتبنى إمبراطورية شاسعة هي الإمبراطورية العباسية وقبلها طبعاً الإمبراطورية الأموية لكن الأموية كانت تعتمد أكثر على العرب كان هناك مسافة بين العقيدة الأمويين وعقيدة الناس أجمعين لكن العباسيين دمجوا بين الأثنين كانت المسافة بينهم و بين الآخرين أو أو المحكومين أكبر وكان هناك نوع من الرغبة بأن ينتشر الدين الجديد أو دين الإمبراطورية الجديدة بينها الجميع الأموين لا كانتهم نوع من التعالي على نشر الدين بالأكس كان حتى عندما يفتحون البلدان ويحتلونها لا يدعون أحد إلى الدين وكانوا ينزعجونه من عندما يطلبون منهم طبعاً ليست حالة عامة لكن غالباً كان هناك انزعاج من طلب البعض الدخول في الإسلام لأنني أعتبروه شيئاً خاص بالعرب فقط بل هو خاص للنخبة العرب وكبارها فهذا الكلام أعتقد راح يعترضون عليه كثيراً راح يعترض عليه لكن أنا يعني يحتاج أقدم براهين عن هذا لكن أنا أتركها يعني ممكن أن أحد ينفي هذا الزعم و طبعاً هو موضوع بحثي على كل حال إذا قلت دمت جرى الصناعة هذه فعدما يأتي شهره ويتحدث عن أن القرآن تمت أن السنة النبوية وما لذاك ليست مطلوبة وأن علينا أن نرجع للقرآن فقط لكن عندما يرجع يرجع ماذا يفعل يقرأ القرآن بطريقة لغوية فقط ويفسر يعني يفسرها بطريقة مخلومة يعني هو يبدأ من الواقع الراهن وكأنما يطبق مبادئ وقيم العصر والحداثة على القرآن وبعد ذلك يجد ما يتوافق معه ويخرج بعدئذ بنتيجة ويقول أن القرآن فيه كل شيء هذا التفكير الرغائبي يعني يعني فيه نوع من السداجة والطفولية بصراحة يعني لا نستطيع أن نقول أنها طريقة ناضجة بالعكس طريقتها ودليل على يعني أعتذر من هذه العبارة لا البؤس الفكري والحضاري ليس الذي هو عليه بل عليه نحن جميعا ومن يتوسل بالعودة إلى ناس قديم لهما له يعني وبيننا وبينهم مسافة تاريخية كبيرة جدا ممكن أن نقرأه الآن بطريقتنا لكن علينا أن نعترف بأنه هناك مسافة بيننا وبينه ونقول أنه هو بحاجة لأقراءة جديدة هو الكتاب نفسي يقول هو أنا يعني أو نفسهم الذين يؤمنون بأنه صالح لكل زمان ومكان فبالتالي علينا ما نحتاج للقراءة التاريخية والتراثية يعني نحن من فمك أو دينك يعني عندما يقول أنه صالح لكل زمان ومكان أوكي موافقا فبالتالي مدام صالح لكل زمان ومكان فعلي أن نقرأه بزماننا هذا ومكاننا هذا ولا حاجة لنا بكل ما بكل من قرأه سابقا لأن هذا المبدأ ينطبق على كل زمان فأقصد أنه ما دام تقول كل زمان ومكان هذا القرآن وهذا النص وصالح للقراءته في أي لحظة فعلينا أن لا نقرأه بعلومنا ومناهجنا المعاصرة ولا حاجة لأن نعود إلى أسباب نزول ولا أي قضية أخرى لأنك تحجزت بهذا المبدأ أنت نازلت عن هذا المبدأ أو قلت لا نحن لا نقصد أنه صالح لكل زمان ومكان أنه هو هذا الزمان علينا أن نعود إلى أسباب نزول وما إلى ذلك فهذا أنت الآن كسرت مبدأ وقاعدة أساسية أنت تعتمد عليها وهذه القاعدة بالمناسبة قامت عليها حركات سياسية خاصة حركة الإخوان وهم الذين نشروا هذا المفهوم أو هذا المبدأ وقالوا أن هذا قرآن صالح لكل زمان ومكان وجعلوا الملايين وعشرات الملايين تؤمن بهذه القضية فعليهم أن يناقشوا هذا الموضوع طبعا بالتأكيد هناك من يناقش بالتأكيد ستجد من يبرر ويرقع هنا وهناك لكن الآن لم يعد هناك مجال للترقية الناس أصبحوا من الذكاء والدربة والمهارة والحذاقة لكشف كل محاولات من هذا النوع فأرجع إلى الشحرور ويقول لنا طريقته فيها السداجة وهي أيضا محاولة من الرجل للخروج من السجن الذي وضع الفقهاء فيه الناس هذه حقيقة يجب أن يعترب بها الجميع ويعترب بها جميعا أن الفقهاء حاصروا الناس ضيقوا عليهم السبل أدخلوا الحرام والحلال في كل شيء لم يتركوا مكانا إلا وجعلوا للدين فيه مكانا هذا الأمر يجب أن يحد لأن الدين ليس كل شيء يعني الآن كما يثبت الواقع أن الدين لا يستطيع يدخل في مجال التجارة لا يستطيع أن يدخل في مجال الاقتصاد لا يستطيع أن يدخل في مجال الصناعة لا يستطيع أن يدخل في مجال العلوم لا يستطيع أن يدخل في مجال التربية لا يستطيع أن يدخل في مجال القانون ولا في مجال السياسة ولا في الدراسات الاستراتيجية وغيرها يعني كلها الدين ما لا علاقة الدين بساطة هو فقط مجرد أعطي الله ورسول متى الموضوع وهناك إله واحد يؤمن به الجميع وخلاص هي الفكرة أننا كلنا مؤمنين بإله واحد وهذا الإله بعد ذلك كيف يكون نتفق بما بيننا على طبيعة هذا الإله ونصدره اعتبره دستور هو وهذا الدستور بعد ذلك التفاصيل والفكرة شهرور هي حلوة لكنه يستخدم الطريقة التقليدية التي يعني التي تجعل الأمر فيه من السذاجة الكثير يعني فقهاء أو علماء دين اشتغلوا على مدى 1400 عام وأوصلوا لنا هذا الدين لا بد أن نعترف بأنه هؤلاء قدموا جهدا جبارا صحيح فيه مليون قضية ممكن نسخل في مليون الاحتجاج لكن المبدأ الذي قامت عليه قام عليه قام عليه دينهم أو الذي ابتكروه أو الأسس أو الأصول لم تعد صالحة لزمننا هذا وهذا سبب الإشكال الكبير أننا نخشى الخروج على الأصول التي وضعها القدماء ونقول ربما سينفقد ديننا أنا أقول هو الدين هذا هو الذي وضعه الفقهاء فأنت عندما تخسره لن تخسر شيء عندك نص القرآن ممكن نطلع منه ما تشاء على طريقة شهرور لكن علينا أن لا نأتي بالقيم الحداثية ونجد ما يتوافق مع قيمنا مع حاضرنا يعني ونعود لطابقها على القرآن وبعد ذلك ننتج قيم متوافقة مع زمننا هذا هذا اللفة أو هذا الدورة ما يحتاج لهذا الضحة على ذقون إحنا مباشرة هاي القيم المعاصرة يجب أن نراجحها ونجد يعني بطريقة عقلانية نجد ما يتوافق معها يعني ندرس واقعنا كما هو والقيم الموجودة هناك قيم ربما مزأجة بالنسبة لنا وأخلاقيات مزأجة وصعبة صعبة التطبيق لكن هي أصبحت من الأعراف الأساسية حرية التعبير لا تستطيع الآن أن تنكر حرية التعبير لا يوجد وحد مبدأ فكرة حرية الإنسانية الآن أصبحت حتى عند المتدينين مسألة أساسية الإحساس بالاستقلال الشخصي والفكري والعقلي أصبحت مسألة أساسية عند كل إنسان يعني أي إنسان حتى اللي يضع حجاب القليل كان أنا أنا أضع الحجاب بحريتي وأنت شير يعني تقمعني تقمع حريتي طبعا هي يتستخدم مفهوم الحرية اللي هو مستورد اللي هو مفهوم الحرية ما موجود بالدين أصلا يعني لأنه كلنا عبيد يعني بالأكس الحرية هي شيء شريف لكن أصبحت جزء رساسي من ذهن الإنسان فهذا الشيء يخلينا النساء عند شهره ليست أناث بل هي أشياء وأمتاء أي راح راح تطرق لموضح هذا هو هو تحدق هو واحد من الملايين من المسلمين الذين يريدون أن يقدمون صورة جديدة للواقع وال للواقع التاريخي أو يعيد يحاول عدد قراءة التاريخ الديني والتراث الديني بطريقة جديدة تتوافق وتنسجل مع واقعنا وهذا من حق الرجل يعني هاي طريقته لكن أنا أرى وكثيرون يرون بأن أن طريقته كانت بسيطة و عمل لوحده و لم لم تفتح له الأبواب كثيرا لكن كنا بحاجة لجهد أكبر وأدق وأكثر أكثر جرأة و و إبداعا يعني أدنان إبراهيم أيضا قدم لكنهم مشكلتهم كلهم ينطلقون من النص وعتبرون النص وفيه كل شيء وينطلقون من قراءة محددة لهذا النص وضمن أسباب نزول محددة بالنسبة للشعر كان يعتمد على النص اللغوي فقط وكان يعني لا يبالي بأي شيء حتى داخل النص نفس لا يبالي بالحوادث والتاريخية ولا يقرأ أي شيء آخر غير القراءة اللغوية فقط مع العلمية المشكلة الآن هي في اللغة نفس زويا أن الناس حبوا الشهوات من النساء طبعا أيضا حتى لوكسنبرغ قادة أنه حب الشهرات يقول وليس حب الشهوات يعني يقول مش منطقية أنه حب وشهوات ما تنتظر المهم هذا هو عدى تفسير النساء يعتبرها من النسي أو من الأشياء وإلها علاقة بالمتاع رح تناولها بعض شوية يعني صديق منه مؤمل عباس المهم أن حتى ما راح أتفرغ للأنس يعني شوية ما أنتبع على الشات حتى ما أشتد ذهني بس عموما وبعد ذلك راح أتفرغ للأسئلة والنقاش في هذا الموضوع يعني هو أيضا مشكلة عندما يؤول مثلا ناخذ مثال هو يقول أنه شي يقول بالضبط يقول أنه الفجر هو الانفجار العظيم وليالي عشر هي فوتونات الضوء والشف والوتر هما البروتون والإكترون فيقول هكذا فهمتها لكن هي قضية ليالي عشر يعني هناك خطأ حتى بالنص القرآني والنص التوراكي أنه الكون والعالم كله خلق في سبعة أيام هي بالحقيقة هذا الكلام مش صحيح الكون هذا الكون الموجود بأكمله خلقه أو وجده أو بانفجار العظيم الذي لم يستغرق واحد من مليار من جزء الثاني وليس سبعة أيام ويوم السابع استراح الله على عرشه فهذه الفكرة هي فكرة يعني السطورة قديمة وهي أيضا السطورة نفسها السومرية أنه كانت تعامت بعد ذلك كانت موجودة على الماء وهذا بالتعامت أجمر دوخ بعد ذلك شطرها إلى عدة أقسام وهذا القسم صار الليل النيل أصبح آن وليل فآن هو السماء وليل هو على الأرض ولد لديهما إنليل إنليل هو الذي فصل بين الأرض والسماء وأصبح إله الهواء أيضا وحتى آن كيف تمت كما كيف ولد إنليل عن طريق المطر الذي هو كان المني الذي أخصب هذه الأرض المني السماء وأنتج بعد ذلك إنليل الذي أنتج الهواء هذه الصورة انتقلت للتوراة وبعد ذلك انتقلت للقرآن الكريم فهو فكرت بأنه أنه الفجر هو انفجار العظيم وليالي العشر هي فوتونات الضوء فبالتالي أنه حتى ليالي العشر هي ما موجودة هذا كلام غير صحيح وهذه لا يوجد نقاش ليس نظرية هذه حقائق موجودة عن فيزيائي اختصاص فيزيائي نووي بعدما أسمع وعدما كنا ندرس عن انفجار العظيم وكيف ننشأ الكون وكيف ننشأ المجرات هذه كان دروس أساسيا ندرس هذه أيام قبل 30-35 سنة وأيضا اشتغلنا بالمفوعل النووي وأعرف ما معنى فوتون ما معنى الكترون ما معنى بروتون وكنت أحسبها وكنت أحسبها وكنت أعمل تجارب عليها وحتى على الأشعة الكونية كنت أعمل تجارب والأشعة غاما أشعة أكس فعندي فكرة جيدة فأعرف عن ماذا أتحدث يعني مو مجرد شخص مطلع على هاي الأمور فبالتالي أدى ما يتحدث عن هاي نقول لك انه انفجار أجزاء مجزاء من الثانية هي هاي الحقيقة هي هذا الكون بأكمله وجده على هذا الشكل أدى ما يتينا شهرور عليه السلام يعني يقول أن الأمور هي حدثت بناء على قراءة لغوية هي اللغة العربية أصلا كما قلت لكم هي اللغة العربية أصلا لغة كانت مجرد لهجة بسيطة موجودة على فريش وهذه اللهجة بعد ذلك أتوا علماء الفرس ومفكري الفرس وأسسوا هذه اللغة هذه اللغة العربية أحنا اللي نسميها لغة عربية بالحقيقة هي صناعة قامت يعني تمت تم تجميع كلماتها وقواعدها تم تجميع كلماتها من المحيط اللغوي الموجود في العراق والشام في ذلك الزمان والجزيرة وهذا المحيط اللغوي هو كله محيط لغوي سامي وأرامي على سرياني على لهجة بريش وهو بتليل أنه رئيس أصبح التفاهم بين الجميع كان متاحا لأنه لغات مشتركة في بابينها وبعد ذلك أتى سيباوية وكتب الكتاب وأصبحت هذه اللغة هي بدأت كانت هناك منافسة شرسة جدا إذن كما قلت من البداية كانت هناك رغبة أو أمر الأمبراطوري أو أمر من الخلافة من أبو جعفر المنصور وقبل أبو العباس بصناعة دين وصناعة دين متماسك مؤسساتي وصناعة لغة وأيضا صناعة ما هو الشيء الثالث عملة نقدية خاصة بالأمبراطورية يعني اجتمع المال المال وتعبير عنها العملة والله وأيضا الدين فهذه الأسس لا يمكن الإمبراطورية أن تتكون أو تنشع بدونها هذه اللغة بدأت صراع محتدم لا تتخيلون حد من الصراع كان بين المفكرين بين جماعة البصرة والكوفة وحتى السبوة خطية المسكين مات بسبب أذكر منه مو الفراء بسبب ذلك كان سيئ جدا معه فتوفى عندما رجع يعني كان شاب صغير بعده وكان فرحان بهذا الكتاب الفراء أو ما ذكر واحد ثاني يعني كان عندنا أنه الخليفة يقرب هو إليه لكن كان هو اللغة العربية هي لغة سريانية مبسطة لا بالأكس هو السريانية كانت من اللي يدخل جواب كابلي لا أنا أقول بأنه هي تطوير جمعة أو أي شيء من كل الكلمات الموجودة وأسس اللغة جديدة وبالمناسبة يعتقد البعض أنه صناعة اللغة مسألة صعبة لا هذا كلام غير صحيح هناك لغات كثيرة جدا تمت صناعتها وإنشاءها وحتى بزمن المعاصر هاي اللغة العبرية الحديثة اللي يتكلمون بها في إسرائيل الآن اللي علمكم هاي اللغة غير موجودة اللغة جديدة تم ابتكارها سنة يعني بحجول الف وتسعمين أو الف وثمانمية وثمانين مجموعة واحد شاب يهودي بولندي أصلا هو زوجته وبعد ذلك مات بس لأعتقد قال لازم نسوي اللغة جديدة وبدأ بدأ نسوي لغة جديدة خلطة من اللغة الأبرية القديمة اللي كانت تكلمون بها بس الحاخامات وأيضا أخر خلطة من من اللغات الموجودة البولندية اللغات الإديش أعتقد راح مبالي اسمهم وهاي الخلطة من اللغة العربية فجمعوا ها كلها وأصبحت لغة الأبرية الحديثة التي نحن التي يتحدث بها بنو إسرائيل المعاصرون الآن وفتحوا مدارس يعني بالألف 2020 بدأت اللغة تتضح وتم تبنيها وصارت لغة اللغة حقيقة ما موجود بالتاريخ لكن بالمناسبة اللغة أيضا تم ابتكار اللغة الأوردية الأوردية التي يتحدثون بها الآن تقريبا تجري تقول معاقل 300 مليون نسمة 400 مليون نسمة يتحدثون بها وباكستان مناطق باكستان وباكستان الواحد 250 مليون نسمة أبغانستان هذه المناطق جزء من إيران يتحدثون الأوردية الأوردية تم ابتكارها قبل 300 سنة ما كانت موجودة هذه اللغة مجموعة كان معسكرات على حدود باكستان والهند أعتقد أو أبغانستان معسكرات كانوا يلتقوا بها عدد كبير من الجنود من المختلف الأمم والشعوب هذه المعسكرات بدأوا هم يبتكنوا اللغة بما بينهم اكتشفوا بعض ذلك أنه هؤلاء وراء 10-20 سنة بدأوا يتكلمون لغة جديدة مختلفة عن جميع اللغات لأن كل أحد أنا أعرف كلمة هندية أنت تتعرف كلمة عنا بي هذا يقرف فارسية هذا يقرف كذا هذا يقرف تركية فصار ومبيناتهم بدأوا جمعوهن وتشكلت لغة جديدة إجاب بعد ذلك صدر قرار من القيادة العليا العسكرية وقالوا هذا اللغ يبدو هذا لازم نضع لها قواعد تلفوا الناس ووضعوا القواعد للغة الأردية وأصبحت لغة العان من اللغات العشرة الأوائل بين البشر وهي لغة مصنوحة فاللغة العربية هي كذلك أنا الفكرة وين ديقول عندما يأتينا الآن سيد محمد شهرور ويبدأ يعني يخرج القرآن بأكمله النص القرآني بأكمله من سياق التاريخي ويقول ويقرأ علينا النص اللغوي فقط هذا الشيء يعني خارج كل الحسابات وكل السياقات وأصلا النص اللغوي الآن القرآني قدمت حلقة أكثر من حلقة عن اللغة العربية وعن لوكسنبورغ أيضا أن القرآن لم ينزل عربية حتى كلمة عربي أصلا هي ما لها علاقة بالجنس العرب ليسوا جنسا إنما العرب معنى كلمة أنها أنزل لهم لسانا عربيا مبينة لسانا عربية لسانا واضحا الكلمة عربي هي كلمة واضح وليست عرب يعني معنى اللغة العربية أعربة عندما نقول الآن حتى أعربة عن خشيته أعربة عن ارتياحه يعني ماذا يعني شيء خرج من الفهم واضحا منطوقا فهذه كلمة عرب هذه معناها طبعا اللغة العربية هي لغة عبقرية أنا تسحرني اللغة العربية خاصة أنا تعرفون عن الشاعر فبالتالي يعني أنا أحيانا كنت قبل عشر سنين قدما يشوفوها يلحن أو يخطأ باللغة يعني أنزعت جدا الحركات العرابية لكن الآن بدت بسبب يعني تغير المزاج يعني كنا نشتور بالصحافة كنا وإذا واحد أخطأ باللغة نشن ونعير و يعني نصير عليها سبها طول العمر كنا نعتبرها يعني مثلبة منقصة يعني أو شيء معيب لوكسنبورغ يرى أنا العربية نبثقت عن السريانية والآرامية لا لا العربية هي كانت السريانية هو هنا الموضوع نفس الذي تحدث عنها ببداية أنه كل إمبراطورية كل جماعة دائما كل دين لابد عندها لغتها خاصة السريانية هي آرامية المعاصرة في ذلك الزمان والآرامية كانت معتمدتها الإمبراطورية السلسانية كانت هي اللغة الرسمية للإمبراطورية السلسانية كما قلت اللغة الرسمية للإمبراطورية السلسانية هي الآرامية والدين الرسمي كان هو زرادشتير للإمبراطورية السلسانية وكان هناك مبدأ يسمى أحد أردشير أنه الدين أساس الملك الدين أساس الملك وهذا نفس المبدأ تم استلهمه الفقهاء وعلماء الدين في الزمن الدولة العباسية خاصة بداياتها وقالوا أن الدين أساس الملك لكن ماذا فعلوا قلبوا المفهوم يعني كان هو أردشير يعني دعا ناس وأسس هذا المبدأ وأهد أردشير رح سوى حلقة خاصة عنه لأنه حدث مفصلي في تاريخ الأمة العربية الإسلامية وهو اللي شكل ذهنية الإنسان العربي المعاصرة اللي هي خلط أنه الدين هو أساس الملك كيف كان الأردشير في الدولة أساس ثانية كان المقصود بها أن الملك يحتاج الدين لأنه لا يمكن أن يتركه حرا إلا تحت إشرافه إجاء الفقهاء بالأهد العباسي بذاته ماذا فعلوا احكالوا على المفردة فقلبوا المفهوم بقالوا أنه الدين هو الذي يشرف على الملك وليس فأصبح الفهم عندما تراجعون كتب التراث الآن عندما يتحدثون عن دين أساس الملك يقلبون المعنى يقول لك لا الدين أساس المعنى لا يوجود الملك بدون وجود أن الدين هو الذي أن الملك هو الملك أو الخليفة هو حارس الدين وواجبة هو حماية الدين هذا واجبة الأول لكن بالحقيقة هي حيلة الفقهاء وما زالوا محتالين لحد الآن وهذا الشطر مجتمعاتنا وشطر الوعي وأصبحنا دائماً نحن ضد الدولة ضد النظام ضد القانون ضد النظم الحديثة ودائماً نتفع رجل الدين وبدليل نحن نسد الحكومة براحتنا ولكن لا تجد أحداً يتحرش برجل الدين مهما فعل مهما فعل معصوم تماماً هذا عملية نتحدث لكن بالحقيقة رجال الدين يعني أسسوا دين على مزاجهم بطريقة حرفية وبالغة بالغة الخبث يعني بصراحة بالغة الخبث والدقة منذ أيام أيام يعني يعني نهاية العصر الأموية منذ ثمانين تسعين هجرية بدأت هاي الحركة القوية وقبل أروح لكم أبعد من أيام جمع المصحف وقبلها ثورة الفتنة الكبرى اللي أتوا قراء القرآن اعترضوا على عتمان وجمع المصحف وبعد ذلك طلع خرج الخوارج هؤلاء هم كانوا بدرة رجال الدين الذين ظهروا وسيطروا على حياتنا منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا الآن المهيمن على واقعنا بالكامل هو رجل الدين أو طبقة رجال الدين السياسيون تابعون ممكن بناتهم زعاجات السر لكن السياسي هو ما عنده مشكلة هو يريد يسيطر على الواقع يريد يتحكم بالناس وينفذ شؤونهم ويتنافس بين السياسيين الآخرين أو الحكام الآخرين على من يقدم خدمة للناس أو يحكمهم يعني يمارس السلطة لكن رجل الدين هو الذي يصنع وعي الناس وهذا الشيء يجب أن ننتبهه جدا عموما حتى بديت أشتت كثيرا بس هو أدردش أنا تتحدث كان فقط هدفي فقط أنه أتحدث عن موضوع السيد محمد شهرور طريقة محمد شهرور ماذا قال أنا برأي أنه كان هو كان من الأجزر عليه أتراضي على محمد شهرور وما احتفاظه ما هو احتفاظه بحقه بأن يطرح رأيه وقوله أنا أقول كان الأجزر بأن يجد في القرآن ما يتوافق مع حاضرنا في قيمه العامة يعني أنت مو شرط أنه أنت تكون علماني ممكن تكون حداثي على الأكل وبعد ذلك تعالي قرأ القرآن وأنت استخرج بعد ذلك كما تشعر من هذا الكتاب الذي شكل تاريخنا وحياتنا وثقافتنا أن أن يقوم مثلا كان شهرور بأن يفرز بينما هو تاريخي وعابر للتاريخ بالقرآن يعني يقول هذا جزء هذا ما موجي أو لو يطلع الكلمة ومعناها وأن النساء معناها النسي وما إلا ذلك وأن المتاع هو كذا وأن قطع اليد هو كذا لا عليك أنت عادر تاريخي وهذا عابر للتاريخ وخلاص يعني كنت جريء إلى هذا الحد وفعل هذا يعني بعض لكن لم يكونوا بشرة شهرور هذا التفكير المقلوب الذي أداء شهرور هو محاولة بائسة بالفعل جرفها كثيرين عبر التاريخ بل أقول بطريقها أوضح أن ما فعله محمد الشهر هو نفس الفقه الموجود حاليا يعني هما الفقهاء الذين أسسوا الفقه الموجود حاليا على جميع المذاهب هم كانوا نظراء لمحمد شهرور في زمانها ما فعله محمد شهرور أعاد قراءة النص القرآني وأوله بطريقة بطريقة لغوية الفقهاء القدماء فعلوا هذا الشيء نفس أي أنهم ما لا فعلوا أيضا ما رسوا هذا التفكير المقلوب على القرآن الكريم وكان هذا النص موجود والنص موجود يحفظه حكام ذلك الزمان اللي هم حكام دولة طريش أو قبيلة طريش من عباسين إلى أموين إلى هاشمين وهؤلاء كانوا بحاجة إلى وضع دين جديد فماذا فعل الفقهاء أو رجال الدين في ذلك الزمان بتكليفنا أنه قرأوا هذا النص الموجود الذي خلف الموجود لدى حبتهم قريش اللي يسموها مصحف ومخطوطات القرآن وكلمة قرآن معناة لا تعني القرآن ككتاب هنا عندنا مشكلة بالكتاب وهذا تفسير خاص شحرور أيضا عنده تفريق بين الكتاب والقرآن الكتاب والذكر فعدها هذا بعد ذلك فبالتالي أنا أقول ما فعله الفقهاء حديما هو بالضبط ما فعله شحرور في زمن المعاصر ما لا فعلوا كان يديهم نص قرأوا هذا النص ألفوا أسباب نزول كثيرة وضعوا الوحي قالوا أنه الأحاديث التي انتشرت كان أي واحد يحتاج أي شيء يقولون أنه هكذا قال القرآن وهكذا هذه أوامر الله وأول من فعله هذا هم فكرة رفع المصاحف ما هو رفع المصاحف مجرد حادثة أو حيلة لا هي استخدام القرآن والمصحف كدليل وكسلاح سياسي وبعد ذلك بدأ التفكير بتحويل هذا المصحف إلى وسيلة لشرعنة سلطة أي واحد واشتألك بعد ذلك الحروب الكل يدعي وصن بهذا الكتاب المقدس وهذا الكتاب بدأ يعني أصبح واقع حال قد جميع لأنه كل الناس يعني لحد هذه اللحظة يقول لك أنه كتاب فيه كل شيء فكرة الكتاب بغض النظر عن قرآن أو أي شيء هي فكرة الكتاب بغض النظر عن قرآن أو أي شيء من القرآن ونصر القرآن ليس كافير وقالوها بألسنتهم واعترفوا بهذا حتى المعاصرين اعترفوا بهذا منهم القرضاوي وكثيرين قالوا أنه لا يمكن أن نفهم شيء من القرآن أنه لا بد من السنة هذا يفسر أنهم اخترعوا هذه السنة وأسسوها وبنوا عليها يعني هو يعني هو ويبرر عود اللي جوءه للسنة لكنه في الحقيقة هو لا يريد أن يقول جرى ابتكار هذه السنة ولا أحد يعرف يعني لا يمكن نقطع باليقين أن الرسول الكريم نفسه فعل هذا الشيء ربما كان هو يعني النصوص الموثقة التي وصلتنا من من زمن الرسول يعني تشير إلى أنه كان قائد سياسي وكان قائد سياسي مبجل من قبل جماعاتي لكن ما هي التفاصيل حسب الروايات اللي وصلتنا هي لا يمكن أن نجزم بشيء هو الرسول يعني حتى عمره أربعين سنة حسب الروايات الإسلامية إلا أخبار نتف أخبار عن حياة السابقة على على البأثة النبوية فمعظم السيرة معظم ما جرى الحديث عنه وتفصيله هو في زمن يثرب زمن الهجرة بعد الهجرة وكلمة هجرة أيضا لها معاني كثيرة منها يقول لك الهاجريون كانت اسمية الهاجريون المهاجرين وفكرة الهجرة هي فكرة أساسية في الديانات الإبراهيمية من هجرة إبراهيم إلى هجرة موسى وعبورة وهربة من من فرعون ففكرة الهجرة موجودة بالتاريخ التوحيدي لأنها شعوب يمثل الشعوب العربية ونعتبر العرب واليهود هما ملة واحدة وهؤلاء العرب واليهود هما كانوا سكان هاي المنطقة المحصورة بين دجلة والنيل بين دجلة والنيل ويعني جبال زاكروس وطوروس من الشمال والشرق هذه المنطقة كان يسكنها عرب كل هؤلاء موجودين هما عرب وساميين الساميين هما العرب بشكل عام العرب هي تسمية في رأي أنه هؤلاء هؤلاء الذين كانوا لا يعيشون في المدن كل واحد لا يعيش في المدينة يسمى عربية أما الذي يعيش في المدن أعتقد كان يسمى يسمى مارتين لوثر يسمون جاني بالوقت سابجتني الرسالة أنه مارتين لوثر هو الإسلام محمد شهرور على كل حال لا هو لا يصل لهذا المستوى بس هو لطيفة فقصدي العرب هما هما سكان المدن أو المزارعين أو الذين لهم علاقة بالحرف اليدوية خاصة من حدادة ونجارة وما إلى ذلك وبالدليل أنه يثرب هي مدينة معنى الكلمة ويثرب عندما يبحثون فيها ليست مدينة هي مجموعة مدن في مكان واحد مجموعة واحات وآبار في مكان واحد وحتى عندما تراجع أنه والدة الرسول هي من بني النجار ويقال بأنهم أيضا من اليهود فبالتالي عندما يجي محمد شهرون ويحاول أن يقرأ النص بطريقة لغوية كان يعوز ما توفر لدى الفقهاء القدماء هؤلاء كانت جو مليء بالأحاديث النبوية لأنه كما قلنا معاوية أول من استعمل القرآن الكريم كالسلاح لتثبيت سرعيته ورفع المصاحب وقال بيننا وبينكم حكم الله التحول تلك اللحظة أصبح النص المقدس لصا سياسيا خالصا فعدما يأتي شهرون هو يعوز ما كان موجود موجود سابقا في ذلك الزمان أنه انتشرت عشرات الآلاف لحاديث النبوية لأنها تثب الشرعية الآن حتى هذا الزمن نفعل أشياء مشابهة تشوف مثلا يكتب جواها ديستوفيسكي جواها يكتب فولتير هو فكرة ماجدة أو مقولة خاصة به لكن حتى بعض الأقوال يعني شفتها العيل وردي وأسمع كثيرة بعض المقولات لابن خلدون مشهورة جدا جدا مشهورة لكن دقاقت بها ما موجودة هذه المقولة وعيضا حتى حاجة تبوي لحد الآن نؤمن بوجودها لكنها لا أصلا ولا يعتبر مثلا أطلبوا العلم من ولو كان في الصين ما موجودة لكنها ترسح ورجال يقولون فهي يبدو كل شي كان تعبيرا يعني كل شي لطيف فهي يجمعون مالذة وطاب من هوا الأحباب ويجعلوها يجعلوه وحياً وسيرة وهذا يعني بالنسبة للشعوب ذلك الزمان يعني علينا نتفهم الموضوع ليس الموضوع أنه طعن بالدين أنه الناس كانوا يختارون أفضل ما هو موجود وأكثره وما تبقى لدينا الآن هو أفضل ما استطاعت الناس في ذلك الزمان تحصيله وتأسيس عليه وجعله واستخراج من عنده استراج قيم وأخلاق وتقاليد وأعراف منه وأيضاً فتاوى يعني هي هكذا الأمور علينا أن نكون منفتحين ونتفهم الأمور بهذه الطريقة لا أن نأتي ونعيد يعني اختراع العجلة كما يفعل الشهرور وحتى ما عنده الإمكانات المتوفرة لدى الآخرين القدماء الفقهاء الذين فعلوا بالضبط ما فعلوا هو كان يعوز الأحاديث النبوية الذي تخلى عنها هم ابتكروا يعني صحاح كثيرة وراجعوا وبعد ذلك عندما تم ابتكر هذه الأحاديث الكثيرة والتي كلها ظنيت الثبوت هذه كلها بعد ذلك وجدوا أنهم دخلوا في معمع لا أولها ولا آخر وانتشرت انتشرت هذه الطريقة بشكل يعني منفلت إلى حد مرعب مئات الآلاف من الأحاديث اضطروا بعد ذلك إلى جمعها وتقنينها وضبطها بهذا الطريق بعدما يتحدثون معك الآن يقول لك والله كل الأحاديث تم ضبطها وتدقيق فيها لا هي ليست هكذا الأمور الأمور أنهم الذين فتحوا الباب ليجدوا بعد ذلك الكثيرون يفعلون ما فعلوه لكنهم مجموعة من هؤلاء الفقراء استطاعوا السيطرة على مجموعة من هاي الحاديث وجمعوها في كتب محسسة وقالوا هي هاي الكتب الأساسية كل ما عدا هذا هو زائد بالله مثل ما فعلوا المسيحيين عندما بعد الصلب المسيح حسب الرواية الموجودة طلعت مئات عشرات أو مئات لا تقريبا 80 إنجي وجمعهم بعد ذلك صارت خلافات لأول لها والآخر وتم الاتفاق على أربعة كتب لأربعة أناجين وبعد ذلك اعتبره كل ما تبقى أو أبو كريفا أو أناجين منحود بالضبط هذا ما حصل بقضية الأحاديث فهي نفس الفكرة نفس فكرة الأحاديث الموضوعة وهذه كلها موضوعة أصلا فعلينا أن نفهم هاي الأمور يجي الآن شعرور ويقول لا نرجع جيدا ممكن تطويرها ممكن سد نواقصها لمن ما زال مؤمنا لكن علي أن لا يفرض الأمور يفرضها على الآخرين يعبر أيضا شعرور بهذا الفكر الذي طرحه عن عجز عن عجزه عن أن يفكر بطريقة منفتحة أي أن يفكر بطريقة واضحة ليس رغائبية وهذا كما قلت لا علاقة فكرة التثبيت أنه كل الثاني حاجة أن يثبت شيء ما في داخله ويؤمن به ويعتبره هو الأساس الذي يبني عليه كل معارفه ومؤتقداته ومتبنياته ومن خلالها يؤسس لنفسه أنساقا فكرية يستطع من خلالها رؤية كل شيء ويقيس ويقارن ويطابق فيها كل أفكار فهي فكرة تثبيت عد ملايين الناس من المسلمين وبشر بأكملهم يعني من أجم المسلمين من اللحظة الأولى هو يثبت فكرة وجود كتاب مقدس وهذا الكتاب دائما هو يعتبره محور الكون بالنسبة أو المكان الذي يطوف حوله أو يعتبره هو شي سمونا قلب العالم أو مركز الكون أو مركز كل شيء أو المرسات أو البوصلة التي يهتدي بها ويعمل على أسسها ويتحرك من خلالها هذا الشحرور وهكذا ظل يدور حول النص المقدس وأعتبر هذا النص فيه كل شيء ولم يعد قادر على أن يفهم الأمور بطريقة أخرى هنا يعجز الكائن التثبيتي أو المؤمن بأي شيء يعجز عن الخروج من هذا النسق الذي تورط فيه أو الذي جعله ينجد بله مثلما ينجد بالقمر حول الأرض فهو بالنسبة له قمر صغير يدور حول نص الماء أو حول شيء ما ممكن أن يكون مجسداً على الأرض كمادة أو ممكن أن يكون مجسداً في ذهني الآن عندما يتحدث مع المؤمن أي مؤمن كان مسيحي مسلم هو هناك شيء في رئيسه يدور حوله عندما يتحدث معك هو لا يتحدث معك باعتبارك محاوراً له إنما باعتبارك شخصاً يسلط عليها أفكاره وعندما يستقبل منك شيء يدخله إلى برنامجه التثبيتي ويقارن ويطابق ويعاكس ويناقض وبعد ذلك يصدر حكمه عليه والدليء هو أحنا ما نقدر لازم نثبت شيء ويجب أن يرسخ في ذهننا شيء ما منذ قفوله وهذا أمر يقوم به رجال الدين وهذا التثبيت لهذا الأشياء الذي تعودنا عليه هو الذي يجعلنا نرى العالم ليس كما هو إنما كما تعودنا وكما تعلمنا وكما تربينا عليه هذه مشكلة شهره وعونالك ملايين بل مئات الملايين من المثال هذا الشيء الذي نعجز يعني نعجز عن التملص منه يعني مثل واحد يدور في مكان محدد حول مكان واحد ولا يستطيع الخروج منه ولا يستطيع أن يرى شيئا مختلفا وربما لا يوجد إنسان يستطيع أن يرى وجه يعني الآن لا يستحيل إنسان يرى وجه إلا عن طريق الآن بالعصر الحديث ممكن نصير فيديو وشوف نفسك بها الإنسان طوال تاريخ والكائنات كلها ليس الإنسان فقط لا يوجد كائن يستطيع أن يخرج من ذاته ليرى ذاته من الخارج فهذا هو التثبيت يؤدي هذا الغرر أنك تلقي نفسك مع هذا الثابت الإلهي مثلا تؤمن بالله مثلا وتعتبر وجودك كله قائم على هذا الإله ومنه يصدر كل شيء ويخرج ويدخل وينبثق ويمتص ويتفاعل هذا الثابت فبالتالي هذا هو الذي يحبره عنك لأنك لا تستطيع أن تراوجك أو تتعرف على أنت أنت موجود لكن كيف لا تعرف إنما يجب أن تثبت نفسك ذهنيا منذ اللحظة الأولى ولهذا السبب هناك جهاز عصبي ومركزي ودماغ وما إلى ذلك هو الذي يجعلك موجودا ضمن الوجود أو الدزاين بتعبير هيدقا لهذا الإنسان بحاجة الثابت الذهني يقدسه وكما قلت قد يكون حجرا أو نصا مقدسا جرى الاتفاق عليه بين جماعة ما يعني هذا الاتفاق الخاص بي أنا لا بأعتبار الإنسان لا ستطيع أن أعيش لوحدي وبالتالي يجب أن يكون هناك تثبيت بيننا جميعا على فكرة واحدة أو مقدس واحد أو الله مثلا بعضهم يتفقون على وجود مكان مقدس نهر اليانج مثلا أو يتفقون على وجود نيربانا يجب أن يرتقي إليها الإنسان بعضهم اليهود يعتبرون يعني أورشريم هي المكان المقدس أو القبلة الخاصة بهم والمسلمين الكعبة وهكذا فبالتالي ماذا فعله شهرور اعتمد النص خيارا أولا وأخيرا له وبعد ذلك عجز عن الدوران في أي أفق آخر يقيس عليه لكنه في الوقت نفسه وجد أن هناك هناك عامل تثبيت أقوى بكثير وأثبت نجاعا هو الحداثة والعلمانية والعالم الغربي هذا النجاح مخيف بالنسبة لنا لا بد أن نعترف بهذا لا بد أن نعترف بأن الحداثة والعلمانية والعالم الغربي يعني 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 شيء يفوق الوصف ولا بد أن يخيفنا جميعا باعتبارنا ما زلنا من أبناء الإله أو ما زلنا نطوف حول الإله القديم ولم نستطع الخروج من جاذبية هذا الإله ما زلنا ندور حول قمر الدين أو كوكب الدين هذا الكوكب ما زال يجذبنا ولا نستطيع الخروج منه الغربيين خرجوا من هذا الكوكب ودخلوا في كواكب أخرى ذهنية ومعرفية وعلمية وتقنية بدأت اختلفت الأسس أو الأخطاب التي تجذبهم عن شيء عن أي شيء آخر لم يعودوا بحاجة لله نفسه تغيروا الإله ووضعوا مكانه الإنسان أو مفهوم الإنسان هذا المفهوم هو الآن الذي يدورون حوله وحريات هذا الإنسان الدوران نحن على طريقة الشحرورية يريد أن يخلط بين الأمرين هذا يعني ما ترهم لا يوجد أما أن تنتمي إلى السماء أو تنتمي إلى الأرض أو إلى العالم الذي أنت تعيش فيه أما أن تنتمي إلى الذهن ومثاليات الذهن ومفهوم الخير وعلى طريقة أفلاطون هذا لا يمكن أو تنتمي إلى مفهوم الحق أو الذي هو الله بالمعنى الإسلامي هذا أمر لا يمكن وهناك لوحة شهيرة لرفائيل يظهر بها أفلاطون وأرستو أرستو يؤشر بأصب على الأرض بينما أفلاطون يؤشر إلى العلاب معنى أنه هناك مثل العقل هو تشرف على العالم بأكمله والأشياء ليست هي الحقيقة إنما هناك مثل خاصة بها خاصة لكل شيء مثلا الحصان موجود هاي الأحسن هناك مثال للحصان وهناك مثال الخير لكن هاي الأحسن الموجودة هي يعني أعراض وليس جواهر فبالتالي قلت يعني هو شنو من عيوب هذه القراءة الأخرى أيضا أنه يفكر بالطريقة التاريخية وليس يحل الأمور بطريقة ماضوية وإنقاذ زمنها كان مفرد أن ينظر إلى الحلول المستقبلية أنه عدنا من الشاكل الآن أما نأتي بالقيم العلمانية كما هي الحجاراتية الغربية ويحاول أن يستخرج منها كل ما هو علمي كما رأينا بهذا المقول أمالتا أنه الفوتون هو النجم هو كذا وشنو بالله أذكرنا شنو قال بالضوط هو الفجر هو الفجار العظيم والشفع والوتر هما الفوتونات الضوء فهذا يعني ما يحتاج طب وبنا هو من أقوال حتى يكون أدق بالكلام من أقوال يقول أن القرآن حتى نفصل ماذا قال شهر الضبر قال أن القرآن رسالة عالمية وهي خاتمة الرسائل وهذا بعد باك شيء آخر يعني بعدها وكان يقصد بها أنه يجب أن معنى هذا القرآن ما دام رسالة عالمية فهو تشمل جميع البشر يعني ممكن الياباني ممكن أن يكون هو صالح للياباني والأمريكي وبالتالي هذا النص موجود ويستطيع أن يواكب كل التطورات بهذا السبب يعني بناء على هذا المنطلق هو يلجأ للتفسير المقلود يعني بدلا من أن يلجأ الشحرور إلى القرآن لاستخلاص مفاهيم من القرآن الموجودة بالقرآن وقيمها وأحكامها بما أزل عن تأثير العلمانية المعاصرة أو قيم العلمانية المعاصرة هو يفعل العكس يعني يجعل القرآن تابع للقيام العلمانية المعاصرة ويبدأ بلاي أعناق النصوص حتى يخرج بعد ذلك بمفاهيم كتلاء مع هذه القيم الضابط كما قلنا بالنسبة على كل هذه العملية هي الجذر اللغوي يعني مثلا عندما يريد تفسير كلمة معينة بالقرآن يروح للقوامس ويبحث عن معنى وعندما يجد معنى يتوافق مع حاجته أو مع القيم العلمانية المعاصرة هو سيختارهم يعني هو القيم الحضارية موجود يعني مثل ما قلنا النظريات العلمية في جار كبير مثلا هو موجود فهو ما لا يفعي جيب النظريات هو مثل هذا المشهور هذا أبو الضراط هذا المشهور هذا يعني عند التفسيرات العلمية كل القوانين موجودة ما ذكرون باسمه واحد مضحك وعدتي ضعيف اسمه شهور جدا فهذا يعني بالضبط لكن يعني التفسيرات العلمية هذا ماذا يفعل ذاك الثاني راح جدا مشهور على كل حال الكيالي الميالي كيالي كيالي هو الميالي صح الميالي الميالي هذا يفسر كل شيء على هذا الأساس الكيالي اعتذر لا لا أنا شفت لليقاء ذاك اليوم لا بالعكس طلع ومصر قال هاي الشأن كله بتأكيد من يتهي شفت لليقاء ذاكروي العربية ما أعرف أي قناة يعني قناة معروفة فبالعكس طلع يعني يتحدث يقال لا هاي كلام أنا مسؤول عنه ويعني يعرفون هما دول الشياطين يعرف شون يطلع من هاي السؤال فعلا لا تخاف عليهم عموما خلنا نموذ الشقيقي من آية من آل عمران حتى نكون واضحين بالموذor يقول زي أن الناس حبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل فماذا يقول يقول أن الآية تتحدث عن متاع يعني أشياء وحاجات وليس عن مخلوق عاقل بالتالي هو ينكر أن يكون معنا النساء جميع امرأة بل يزعم بأن النساء هنا جميع نسيء أي التأخير وبالنتيجة يصير المعنى هو الأشياء المؤخرة أي أشياء المحبوبة للناس أو الموضة ويقول هذه الآية بالأكس فيها خير عن خبر عن جميع الناس وليس عن العرب فقر ويجب أن يكون خبر الله صادقا وبالتالي يجب أن يتطابق قول الله مع حال العالم وكما نعرف يقول الشيء الجديد هو محبوب وقبل كل الشعوب وبعد ذلك يعني يبدي يعني هذا الكلام المتكلف يبدي يشتغل عليه هو يعني حتى يفسر الشحروري الشحرور عن سبب دراسته للقرآن هو يقول أنا صارت صدمة بعد نكسة 1967 نكسة حسيران أو هزيمة حسيران عندما سقطت الجيوش العربية واحتلت إسرائيل الضغط الغربية والجولان والصيناء بالكامل قال هذه صارت عندي ردة نفسية وقلت لازم أن أرجع على كتاب الله وأجد يعني عزاء في هذا الكتاب وقلت شبت أن قيم القرآن لا تتناقض مع قيم العالم يعني هو هذا الهزيمة فقال بأنه العالم هزمنا جميعا و المنتسبون الهديان الأخرى هزموا المسلمين فكان عندها أزمة فقال أنه يبدو أن هنا عدنا مشكلة في قراءة القرآن فهو بدلا من أن يقول أنه الشعوبنا المتدينة التي تقوم كل معارفة وكل أخلاقها وقيمها على الأساس الديني بدلا من أن يقول هي هذه القيم التي أفرزت إلينا أفرزت ما أفرزت بيننا راح ولا قال أن هناك قراءة خاطئة لقيم القرآن وتراث بأكمله فقال لا أحسن حل راح القرآن فقط فوجد الحل بهذا الطريق يعني نوع من الحل السهل بالمناسبة يعني ممكن تفكير بسيط أي واحد عندما يشوف مشكلة فالشعر يرجع بس ما يفكر حجم التعخيذات التي عليها الناس جميعا فهو يقول مثلا المفارق أيضا يقول المحرمات أيضا أكو عبارة قالها بالله حتى يكون أو سماها الحاكمية الإلهية صمحت على الفيسبوك قالها الحاكمية الإلهية يقول الحرام بين وأن المحرمات محصورة ومحددة ومفصلة وأبدية أي أن هذه المحرمات لا اجتهادة فيها وهي محترمة في أغلب دول العالم يعني السرقة وما على ذلك وهذا كلام صحيح لكن هذا لا يعني بأن ما جاء بالقرآن وإلا شنف هي ما دام هي هذه هذه المحرمات موجودة في كل دول العالم وكل الشعب فما الحاجة لوجودها في القرآن ما الحاجتنا على القرآن بحذ ذاته أصلا وإلى الوحي والدين بأكمله ما دام هي بالفطرة موجودة فإذا لا نحتاج وهذه علاقة بالتحسين والتقبيح العقليين أيضا هناك أشكال كبير في هذه المسألة الإنسان يعرف أنه السرقة غلط أو يعرف أنه الكذب شيء سيء فبالتالي ما نحتاج يجينا أمر إلهي بأنه لا نكذب أو مثلا نشوف شخص مريض نساعده أو واحد واقع على الأرض يعني أو جيران نقوم بالواجب معه فيقول هذه كلها أشياء كل البشر يقوم بها فبالتالي نحن نحتاج الدين طبعا هذه صارت مصيبة عد يعني علماء الدين بالعقيدة خاصة هذه معضلة كانت يعني معقدة جدا واختلفت عليها المذاهب وتحاربوا وكفروا بعضهم لكن هي بس أنا بقيت بقيت يعني إشكالية لحد هذا اليوم وهذا هو اللي أفرج لنا مذاهب مختلفة لكنهم كلهم المشكلة كلهم يقومون على نص لغوي مقروع وهذا النص اللغوي بالتأكيد ما دامه هو لغة فهو بالتأكيد هو اللغة قائمة على الأصوات وأصوات بناتك يعني موجودة ممكن واحد يقرها لكن هذا بالتالي لا تستطيع تقول أن هذه اللغة هي العلاقة بالقداسة يعني هي مسألة رمزية اعتبارية لا مصادقة لها يعني عندما تقول كلمة نخلة مثلا هل هي نخلة فعلا لا مجرد رمز يعني ممكن أن نقول كلمة أخرى مثلا فهل هي النخلة نفس لا هي النخلة شيء مادية موجود خارجي عياني ملموس فبالتالي الكلمة قال لها شيء مختلف تماما وإنما هو نمق مرموز نتواصل فيه فيما بيننا فبالتالي أيضا عنده قال أنه محرمات الإسلام يعني المغالطة يقول أنه كل معلوم المحرمات موجودة بكل دول العالم وهذه قرب أن هي مغالطة واضحة لأنه هلالك محرمات في الإسلام غير موجودة على الآخرين ووضعها رجال الدين وفقهاء بالشكل بس عندما يجي ويقول أنه هاي المحرمات موجودة في القرآن محددة هي كذا وكذا لا أتى قراءات أخرى وأسست الدين الإسلامي بطريقة مختلفة تعرف عليها الناس يعني المشكلة دائما نعتبر أنه نحن ما الأسس التي وضعناها هي الصحيحة 100% لكن الخطأ يعني كثير من الفتاوى التي حرمت مثلا المطبع حرمت اللقاحات فهي عندما خضعوا للأمر الواقع للفقهاء قالوا يعني الأمر لا نستطيع أن هو فعلا عندما تجي تشوف المحرمات موجودة الكثير من الأشياء المعاصرة هي محرمة فعلا يعني عندما تحليل ديني بسيط أو طبقون قواعد الدينية الخاصة بهم مركان الدين وحلال الله ورسوله وحرامهما فتجد أنهم فيها إشكالات كثيرة يعني فعلا ليس احتباطا لكن الدين بصيغتي القديمة لا يمكن أن يعيش في زمن الحاضر ماذا يفعل رجال الدين حتى يؤكدون أنهم أنهم يسيرون على الطريقة صحيحة ماذا يفعل يقول لا الدين غير مطبق والجميع يعلم بها يقولون بأن محرمات الإسلام مستباحة حتى في بلاد المسلمين كما يقول أحد السلفين غريت لليوم فحجة نوريد يبقى على الدين الموجود لكن يتحجز بأنه هذا العالم مختلف عن الدين الصحيح وعلينا أن نعود للدين الصحيح ويوبث بالآخرين بدلا من يقول أن الدين فيه مشكلة وشحرور يأتي ليقول لا المشكلة ليست في الدين إنما في الوحي وحي السنة النبوية إنما نرجع للنصوص الدين ونقرأها لغوية من جديد يعني يرجع 1500 سنة نرجع نقرأ من جديد هذا النص الديني اللي 1400 سنة الناس تقرأ بيه كانت ويجي هو الآن يريد يقول لا قرأنا غلط حتى تقرأنا غلط أصبح جزء من ثقافة العامة جزء من واحد الناس وثقافتهم وأصبح حتى يجي الرسول مرة ثانية نكفر ويقول هذا الموضوع لم أكن تخصد كل الكلام الذي من وعلي يقول أنا لست بسرح الموضوع نحن نسمع الإستاذ كاردوخ إذا تحب تسمع أهلا وسهلا ما أعرف ما نحن لا أعرف ما أعرف يخصد المهم عندك حلقة خاصة عن نقض براهين وجود الخالق أو أنكم عبثا تحاولون أنا لم أتحدث عن خالق خالق موجود أو غير موجود ليس مشكلة هو موجود أنا عندي حلقة بالعكس أن الله موجود الله ليس خرافه وأدي قائل أنه الله ليس خرافه مدام موجود في ذهن خالص أنت مؤمن بوجود خالص يعني ما أعرف ما أعرف موجود في ذهن الأطفال يعني ما قالت غلطان ما لا قيم يعني ما مدام مؤمن بهذا شيء شيء لطيب حلي ومفيد ويشعر براحته فعني موجود أو غير موجود موضوع آخر الدين شيء هي هذه الخدعة رجال الدين ويربط بين الله الذي خلق الكون حسب روايتهم وبين الدين الدين هم الذي وضعوه فهم حتى يبرروا شرعاتهم واخترعوا فكرة الله وقال هناك علاه وهي الفكرة الخير عند الفلاطون وقال أنه فكرة النوس أو اللوغوس وأنه هناك قانون عام من الطبيعة وهناك خير يعني أفكار الفلسفة يوناني يمكن تراجعوها فهم خلطوها قال لك هذا الدين ما لاتنا نازل من السماء وهي السماء وحنا نمثل شرع السماء وهناك وحي وهذا كلام لا يجوز النقاش فيه لكي يبررون قراراتهم وسلطتهم خلطة مسددة فيها أعلى حال أما قطعة فلا يوجد فيها أي أداة وبالتالي السارق والسارق فصعوا أيديهما أيديهما يعني أربع أيديهما كلهم كل اليدين جزاء فصعوا جزاء بما كسبان نكالم من الله والله وعليز والحكيم ثم أتبعها بقولي فمن تاب من بعد ظلم يوصع أي أن هناك توبة وهناك مغفرة فكيف إذا كون هناك توبة ومغفرة إذا بطرت اليد وفي حالك هذه يجب أن يقول لحظوا أمر مهم جدا كونه البغي بغير الحق عبارة عن مزال واسح جدا يمكن أن يبدأ بسرقة رغيف إذا كان إنسان جوعا وينتهي بسرقة بنج المركزي وما بينهما هل هذه عقوبة واحدة أو أن سرقة صغيرة نقطع الأصبعة فقط ثم الأصبعة التالية ثم اليد هنا القطع إذا من سرقة رغيف خبز يأكل نسامحه ومن سرقة أكثر أكثر نقف يده بالسجن مدة مختلفة قد تصل إلى المؤبد قد تصل إلى المؤبد وهذا ما تفعله كل أهل الأرض وهناك أيضا عندما الإنسان يحسن سلوكه في السجن ممكن أن يعقو عن إذا كان سجن مؤبد ممكن أن يتقو الصراح قبل المدة يعني لها معنى فمن تبع من بعض ظلمي وأضح فإن روا يتوب عليه الله يتوب عليه ونحن أيضا والناس تساعده أيضا هذه كتير مؤمن ولكن السؤال الهام جدا النوع نحن نتكلم نسترقة ولكن لم نقول هل استعمل العنف أم لم يستعمل يعني هناك من يسرق وبيديه مشدس ويدخل وبيديه يقوم بليدوية وهناك باستعمال العنف فستنطبق عليه البغي بغير الحق باستعمال العنف والسلاح هذا إن سنطبق عليه الآية تفصيل هذه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو يقتع عيدية وأجلوا مخلاف أو ينقلوا من الأرض ذلك لهم أزلوا في الدنيا ولهم في الأخير عذاب عظيم قد اختلف خلال تاريخنا في هذه الأخير واستعملت في غير محلها واستعملت استعمال سياتي أولا يحاربون الله ورسوله كلمة يحارب يعني ضمنا تعني العنف يعني كلمة يحارب يعني استعمل العنف لأن كلمة يحارب ويحاربون الله ورسوله استعمل العنف ماذا أقول إذا زنى إنسان علنا أمام الناس فأكثر شيء يمكن أن نفعله معه أن نجده مع الجهة هذا أثر شيء ولكن إذا قام بهذه العملية اغتصابا فهذا لا نقول عنه زنى إنما هو بغي بغير الحق هي محاربة الله ورسوله لأن محاربة الله ورسوله هو استعمال العنف في ارتكاب المحرمات واستعمال العنف في ارتكاب المحرمات هذا هو محاربة الله ورسوله فعندما الإنسان يستعمل العنف يستعمل في المحرم الحرم الله بغير بغير الحق استعمل العنف في البغي بغير الحق وهذا له عقوبة قد تصل إلى الإعدام لذا قال وذكر تقطع الأيدي والأجرل والصلب لأن تاريخيا كانت هكذا كانت العقوبات فمثلا التاريخ يقول أن المسيح صلب بين الصين أي أن اللصوص في عهد المسيح في الدولة الرومانية كانوا يصلب أي أن عقوبة تقطيع الأيدي والأجرل والصلب هي عقوبات ثانة تاريخية موجودة أما نحن العقوبة التي نوصلها هي الحد الأعلى لهذه العقوبة هو الإعدام والإعدام بطرق المقبولة حسب الزمن نحن الموجودين فيه فالصلب وتقطيع الأيدي والأجرل الآن في زمنها غير وارد وارد هو تنفيذ حق بالعدام وفي معظم الدول الذي يستعمل البغي بغير بإستعمال العنق والأسلحة قد تحكم عليه بالإعدام وصدق الله العظيم قانون أو القانون التجاري مثلا هو البديل لفق السوق الأحكام الفقهية الواسع باب الطلاق النكاح الخطبة ما البديل اللي الآن لها يقول لك طلاق ثلاث مرات هو مرتين الطلاق مرتين يقول لك جلسان عربيا مبين الطلاق مرتين من وجه الثالثين حتى في بالمرات الفقهية في أخوال الطلاق مرتين والذين يألون من نسائهم فطربصوا أربعة في أشهر فإن فاؤوا فإن الله وفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعا بصير طيب في قولك تعالى الطلاق مرتين في القرطبي مثلا الطلاق مرتين فإمساكم معروفا تسريحهم بإحسان ولا يحل لكم تأخذوا مما أعتكم وهنا شيئا إلا أن يخاف أين يقيم حدود الله فإخرفتم ألا يقيم حدود الله فلا جماح عليه ما في مفسدت به تلك حدود الله فلا تأتدوها ويتعد حدود الله فأليكم الله يقول قالوا تعالى الطلاق مرتين فإن ساكم بمعروفا وتسريحهم بإحسان فيه السبع مسائل الأولى قالوا تعالى الطلاق مرتين ثبت أن أهل جاهلية لم يكن عندهم من الطلاق عدد وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة وكان هذا في أول إسلام برهة أن يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق فإذا كادت تحلوا من طلاقه راجعها ما شاء فقال الرجل المرأتي على عدد النبي صلى الله عليه وسلم لا آويك ولا أدعك تحلين قالت وكيف قال أطلقوك فإذا دنى مضي عدتك راجعتك فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لأعطيك مثال في علاقة الرجل ذكت لئة أمور هل يوم أحل لكم الطيبات وطعاموا هل الكتاب حلو لكم طاعمكم حلو لكم ومصنات من المئنات ومصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم إذا أجلتموهن أجورا بنا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدقاتهن صدقاتهن لا هي صدقاتهن ولا في قراءة صدقاتهن هي من الصداق من الصداق فإن طبنا لكم منه عن نفس فكلوها مريئة مريئة نعم شو سمنا نعم الثلاثة إذا طلقوا النساء وقد فرطتهم لهم فريضة فريضة وما فرطتهم أسمعه فريضة إذن ليش الفق بين هذه الثلاثة أنا هاتف أنه شو شو بالعكس دائما أنا كنت أتعطش لحضورك يعني تواجزك ونسمع رأيك يعني وعندنا مواضيع كثيرة مشتركة يعني يعني هو فعلا الشهرور هو مشكلة يعني هو مشكلة هي العلاقة بالنص بالتراث بأكملة يعني كيف نستعيد قراءة التراث هي يعني كأنه مثل أطفال مضطرين إلى البقاء قرب هذه الأم الكبيرة التراث هذا الأب الذي لا نريد أن نخرج من حياضة وحضيرتها الدينية فهي هاي مصيبة يعني يعني فعلا يعني هو هدم أصول الدين كاملا مصادر الدين بشكل كامل هدمها يعني لم يوقي إلا بقايا قرآن حتى القرآن لا تبقى أعد أتفسيره من جديد يعني هو هد التراث وحتى القرآن برضو عد تفسيره من جديد صحيح ورمى بعض خائف جميع الأقوال السابقة من الأمم السابقة بحجة أنهم جهلاء وما عندهم علم وما وإحنا عندنا التكنولوجيا الآن ونستطيع أن نفسر أفضل منهم ونفهم أحسن منهم ونقيم أنفسنا بشكل أفضل مما قيمه بالسابق ولكن هذا طبعا خاطئ الفكرة صحيحة ولكن التنفيذ مشلول التنفيذ تنفيذ جدا بسيط وقائم على اللغة فقط وبدون أي شيء آخر يعني لكن الشهور تريش وهنا السؤال يعني مثلا اللي يتحدث أيضا نضال صديق نضال يتحدث عنه أنه عندما نقرأ النص التاريخي عندما نستعيد التاريخ والأخي شحرور يحاول أن يقدم قراءة جديدة هاي كلها تعبير عن حاجة للخروج من التراث لكن هو التراث داخلين مشكلة بالهذا السبب نشوف الناس متعطشين للخروج لكن الكل خايف وهنا المصيبة لهذا السبب الآن تجد أصواتنا الآن أثبتت حضورها يعني تعدمها تطرح رأي جديدة ومختلف تثبت حضوره هنالك تردد في تقبلها عند الأغلبية لكن عموما هو الصوتنا بدأ يوصل بدأ يثير تساؤلات أنه هذه التساؤلات جدية لا يمكن أن تتحدث ولا تقول هذه الشبهات وهذه كذا لا الموضوع أكبر من هذا والموضوع أنه ليس مسألة قداسة أن القداسة وضعت أصلا لوضع مثل مادة حافظة للعقيدة وليما اتفقت عليها الناس وأجمعوا عليه هي لا أكثر هي هذه القضية فعلينا أن نفهم الآن وصلنا من درجة من النضج والوعي بعد نعرف أنه من الضروري أن نضع مادة حافظة لكل ما نعتقده هو نتفق عليه ما يسمى بالعقد الاجتماعي في الزمن يعني بالعلوم السياسي الآن هذا العقد الاجتماعي هو القداسة القداسة هو ما يعادل المقدس ولكن الآن وصلنا من درجة من النضج الإنسان ارتقى فبدنا نعرف أنه ما في حاجة أن نؤمل بالمقدس حتى نلتزم بالقانون نلتزم بالعقد الاجتماعي فيما بيننا لكن هي هي مصيبتنا يعني نعرف الأمم الوحيدة التي متبهدلة بهذه القضية الصديق المضال عفو كم من خم بس مداخل أخير أنه هو محمد شحور يعني هدم الدين أبقى قدسية فقط في القرآن ونسي أن هذا القرآن يعني أنه وصلنا بنفس الآلية والطريقة التي وصلت فيها الأحاديث التي يكرها والتي لا يعترف بها صحيح هو أيضا منقولة وهي أيضا منقولة لكن بإثبات أقل بكثير وأضعف بكثير من يعني الرواية الواحية ورواها يعني جمع عن جمع يستحيلوا اجتماعهم على الكذب ولكن القرآن يعني هو أساسا ما نعرف من الراوي حتى يمكن يكون أسمين ثلاثة ما نعرفهم حتى هم حتى في التراث غير معروفين يعني أنا أكثر دقة من القرآن إن صحت هو المهم النتيجة الأساسية إنه هذا القرآن النص القرآني هو موجود من العقد الثامن من قرن الأول الهجري كما هو يعني أكو يعني من جماعة المراجعين يقول لا يقول منتصب القرن الثامن يعني 750 يعني ولكن في الثامن لم يكن المرآن كامل سبعا في القرن الثامن كانت قصصات مكتوبة على جلود أي هو أي هو صحي الأستاذ ما كرون كرون الملهاجريون يقول يعني هو أدى إيمان بأنه بعد المنتصب قرن الثامن هو لم يتفق بشكل مطلق على القرآن بشكل الحالي للقرن العشر حدي عشر يعني طالما كان يعني طالما كان يعني البعض لا يأخذ بغير القرآن المزعود إنشكالية إن القرآن لم يتمد يعني بشكل حالي النأخوذ للقرن الحادي عشر أو العاشر صحيح صحيح كتاب كامل قبل ذلك كل قصصات يعني الفاتحة طالما كان البعض لا يعتبرها من القرآن الحقيقة الغريبة شنو إن القرآن ليس بكتاب يعني هذا بالزمن ما صار يعني سبعين ثماني سنة بطل ظهر ككتاب يعني إنما الناس أجزاء صغيرة يعني ما موجود عن كتاب نصف قديمة من المصاحف يعني أنا عندي مصاحف عمره أكثر من 200 و300 عام بتكون اسماء الصور مختلفة الممتحنة ليست ممتحنة النساء ليست نساء التوبة ليست توبة يعني اسماء الصور ليست مطبوعك مكتوبة كتابة طبعا آه مخطوطات المخطوطات نعم يعني الطباعة داخلت متأخر جدا في عالمنا العربي لكن هو كنص القرآن القرآن الموجود الآن هو اللجنة شو بالمفارقة اللجنة اجتمعت سنة 1921 22 أعتقد بالقاهرة وهاي اللجنة ماذا فعلت يعني مو جابة مخطوطة بالمناسبة حتى ما أعتمنوا عن المخطوطة نعم ما أعتمداد لأنه كل مخطوطة تختلف لا جابة واحد جابة واحد قارئ كان يقرأ حافظه وحافظها حافظ يعني يتلو والناس يكتب نعم ولكن في حجة قوية عندهم بأنه الله توكل بحفظ هذا القرآن بأي آلية وصلت أنا مالي دخل إن شاء الله كان قط رواها عن أرنب فأنا في النهاية عندي بما أن الله وعد أنه يحفظه فهو خلاص حقيقي لا لا بس هذا لا ينفي بأنه هو المصحف الأثماني يعني لأن كل النسخ الأخرى تم حراقها بعد ذلك بدأ الحفظ يعني صحي بس هو كقرآن الموجود الآن المنتشر اللي هو مجمع الملك فهد هذا المنتشر هو عن قراءة أو التلاوة شخص يعني رجل دين أو حافظ ما أعرف ما أعرف يعني سنة بالأشرينات اللجنة اجتمعت في وزارة المعارف المصرية وقعدوا ويومنا يقرأ وبعد ذلك يعني كتبوا هذا التكست النهاية حتى مع ذلك يختلف عن قراءة ورش في المغرب يعني القرآن الحالي في المغرب العربي يستخدموا قرآن نسخة تختلف عن القرآن برواية حفظ طبعا طبعا هناك 12 قراءة أعتقد و12 نسخة بالمناسبة أعتقد أعتقد 12 نسخة وأكثر كل ذلك تشكيل وتنقيط أساسا هو عمل بشري في النهاية قابل معنا السلام لو فيها باختلاف حتى بالتشريعات يعني اختلاف القراءة يدي الاختلاف بالتشريع غلبة الرمو هذه قصة بس غلبة الرمو طبعا هي نوع من الحيلة لأنه النص اللغة بذلك الزمان يعني أنا من الدموقر أعرف غلبة الرمو أو غلبة الرمو يعني كان دائما عندما تتراجئ النص قرآني تجد أنه ميوعة بالمعنى مقصودة لأنه حتى يحتمل كل احتمالات وتقرأها غلبة الرمو عندما طلعت غلبة يعني إنما عندها هزمة قالوا لا غلبة عن شكل تحصد غلبة يؤكد بوس انت نزلتم من حوالي ثلاثة واربعة أيام أنه هام الدين أنه يكون مبهم لأنه إذا كان واضح سيخرج منه الناس لما يكون الآيات قابلة للتأويل والتحويل والتفسير والتجويد والتلتيل أنا ممكن أتلعب بكل شيء يعني مش بس في الكلام هو هو المعرفة سلطة يعني عندما تقدم خطابك تحول بعد ذلك أنت ما امتلكت السلطة بعد ذلك تقدر تحكم بها وتغيرها هذه اللعبة بس عموما البشر يردون هذا الشيء عندما نلزع للتاريخ نشوف أنه كان هناك دائب كما قال صديق نضال أنه كان هناك مجموعة من المذهب كلهم كانوا يردون يسوون نص وتكست يعتمدون عليه وهذا التكست موجود إذا كان موجود بدأ الخلاف على قراءته وكان هناك سراع على القراءات وهذه قراءات بدأت تتشكل وكانت نتجتها مذاهب وأديان مختلفة هذا الدلب من أجل ماذا القرآن بهذه الصراعات هو العراق أصل البلد العراق الخلاف الأهل الكوفة مع البصرة هي أنتجت الخلافات الدينية بالأساس الصح صح خلافات اللغوية ناتج عن الخلافات الدينية وخلافات القراءات ناتج أيضا عن الخلافات الدينية يعني هو بالأساس كمان الصراع السياسي لا ننسى هذا الموضوع يعني طبعا يعني نقول هو دين يعني هو تشريع معناته هو إيدولوجيا بالنتيجة معناته هو قانون بالشكل أو بآخر بدأت تضبط أنت كل هالضوابط هاي بشيء سياسي بدأت تربطه برابط سياسي بالنتيجة هو قدماتيجي أه نعم تضر هو عندما تاتيجي على مبدأ الطاعة لحدها طاعة لا لها علاقة بالإيمان لديها علاقة بالسياسي يعني 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 فضيحة فضيحة دينية هائلة أنه عندما تاتيج تقول الإيمان tiene علاقة بالإسلام الإيمان هو الإسلام يعني الإسلام أو الدين يعني فقط إما أنığım bullet والخضوع والامتثال هذه المفاهيم العلاقة بالسلطة العلاقة بالسياسة وعدما تيجوا وتقول أن هذا الإيمان هو الطاعة ولا يكلم للإيمان إلا بالطاعة وبالعمل هذه السياسة فأنت أفسدت كل شيء وبعد ذلك يأتي الفقهاء وعليتم خبط المطبيع هم اشترطوا أن الإسلام يشترط الطاعة وهذا يعني يبقى الحاجة دائما يعني معناته يبقى الحاجة دائما للإيمان مو للإيمان بل إلى العبودية والإنقياء يعني أنت الآن لا تؤمن بأتبارك شخص لديك إيمان بإله لا أنت مطيع بالنتيجة النهاية إحنا ليسنا جماعة من المؤمنين إنما جماعة من المطيعين فهذا يعني يعدي بالنتيجة لأن هذا الدين ليس دينا حقيقيا قائما على إيمان إنما قائما على الطاعة أي على السياسة لأن الأكثر الطاعة أعظم أجرا إذن إذن هذه الطاعة هي شنو يعني أين الإيمان الإيمان فرغا من المحتوى وجعله هو صنوا للإسلام هذه كارثة يجي بشحرور يقول لك لغويا بحيث يريد رجاء الحقوق الإنسانية طلعها كلهم هذه قضية قصة يعني مثل واحد يتكلم بال يعني بالشرق واحد يتكلم بالغرب فالمشكلتنا هي أكثر تعقيدا من ما يصور الأمور عليها شحرور ولهذا السبب الرجل يعني هو مخلص يعني صادق في السعية ويستحق الإشهادة يعني أنا كنت أسهر منها بصراحة عم تقوله صحيح أنه الفرض الطاعة في الشهادة من القرآن سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا أي هذا كلام دقيق معنى الإسلام أدق من هيك وضوح يعني بأنه الطاعة أنك أنت تسلم وليس ضرورة الإيمان خلاش تدخل الإسلام ولا تخرج منه عندما تخرج من الإسلام يعني تخرج من الطاعة فاستحق الحكم الردة حكم الموت الخوارج لم ينفعهم دينهم دون الطاعة بالتالي أصبحوا خوارج وإلا هم المسلمين لا يختلفوا عن باقي المسلمين بشيء أي يعني بالنتيجة أصبح الإيمان ليس مسألة شخصية هذه كارثة ويعني حتى أصلا فكرة أدت الكارثة أدت إلى أن فكرة وجود فرد يستطيع أن يؤمن ويأثر على إلهه ويؤمن به ملغية يعني بلعك استكافر السلم بدي أرجع أنا لموضوع أنت طرحت أستاذ ناصر منصور أو ناصر بل أستاذ نعم تبقى أستاذنا بجميع الأحوال نعم كنت أو لم أقل فأنت أستاذ موضوع القداسي هو موضوع يستحط منك حلقة كاملة موضوع القداسي هل نحن نقدس الدين أم نقدس الإله أم نقدس ذاتنا يعني بما أن الموضوع يتدخل مع الهوية هل هذا التقديس هو تقديس الزات أم تقديس الإله أم تقديس قضية موضوع أن يكون للإنسان قضية ماذا يعني أنا هاي أسئلة أحيانا أستمع لبعض حلقتك وأنا يعني يتسأل هاي الأسئلة ما معنى أن يكون لنا قضية أن يكون الدين قضية أن تكون الوطن قضية أن تكون لنا الوطن هوية أن يكون الدين هوية يعني الإنسان يدافع عن مقدسات هذا المقدس يتراوح بين شيء اسمه إله إلى معبود نحن نخلقه إلى ابن إلى طفل أنا عندي نظرية أنا أحب أن أسمع نظرية تثبيت طلعتها في حلقة وما زلت أشتغل عليها وأعتبر أنه التثبيت أنه كل إنسان بحاجة لأن يقف على شيء وكل كان حي بحاجة لأن يقف على شيء لأنه أنت لا يمكن أن أن تكون معلق في الفراغ بدون مرجعية ما فأنت لا تستطيع أن توجد إلا يوجد شيء تتكي عليه أو ترجع إليه لها سبب شكل الأديان لديها مكان مقدس تدور تطوف حوله اليهود يعتبرون أن أرشالين هو مركز العالم والكون بالنسبة لهم عندما تجي للسومالين أتمنفر والسبار لكديل وهذه هناك فهناك أماكن مقدسة دائما يسموها أحيانا فقدما تجي على العرب المسلمين تلقى مكة وكعبة فهو بحاجة إلى الشعور بانتماء ما الانتماء هو أساسي هذه هي القداسة هذه فكرة القداسة أنه زي أنت حتى تؤمن بهذا المقدس ماذا تفعل ما عندك حال آخر تتحول أحيانا بعض الأشياء من خوف رهيب إلى شيء مقدس يعني الخوف المهول يتحول أحيانا إلى مقدس الديكتاتور يتحول إلى مقدس الديكتاتور يتحول إلى مقدس فالموضوع ليس يعني بحاجة إلى فقط الحاجة إلى انتماء هناك خلاف اختلاف بين أنه أنا بحاجة إلى انتماء أو إلى شيء يشدني بينما أنا يقدس شيء لا أعرف إذا كان هو خوف ناتج عن خوف أو عن حاجة مع مرغبة أو عن أنه يستحق القداسة هذه مواضيع تختلف أنا أعود إلى موضوع شحرور يعني موضوع متصل بموضوع شحرور ما هو مقدس بالنسبة له أنه يصح إلى كل القرآن يصح إلى كل في كل زمان ومكان هذه هي القدسية عن شحرور فلا يمكن أن يقبل أن هذا شيء قديم ويجب أن نتوجه بتفكيرنا إلى قضايا حديثي هذه هي مصيبات المجتمعات نعم نخروج من تقديس النص وتقديس أن هذا يصلح إلى في كل زمان ومكان ونحن يجب أن نسبة النظرات العلمية من خلال القرآن وتطويع النص إلى أنقل الكلمات هذه إشكالية كبيرة لا نتداول القرآن بزمانه يعني أنه هذا كان في القرن السادس السابع التامين يعني أنه شوه ممكن يكون قبل ما نعرفه قبل الهجرة يعني قبل وجود محمد ممكن تكون نشأ الإسلام ممكن يعني كنظرية أنا أقول نظرية ولا أقول شيء معروف يعني شيء مهلوف ممكن وجود القرآن بما يسبق معرفتنا للنص إذا قارناه ممكن يكون من زمن من زمن أبره الحبشي ممكن يكون من هذا الزمن يعني القرن الخامس القرن السادس ميلاده ممكن تكون هناك نصوص أولى للقرآن لا نعرف بالتأكيد فلازم نتدوله ضمن هاي الفترة الزمنية بين القرن السادس والثامن ميلاده هاي النصوص وبناقشت على هذا الأساس بينما أن نقول أنه خلاص يصلح إلى القرن الميلادي الثلاثين هذا غير منطب غير مكبور وهنا نقع بالخطأ يعني والإشكالية ولا تخلي يعني تجعل من المسلمين يدورون بفلك بدوامة من المتاهر يعني في نفس الدوام يمن المتاهر نعم نعم صديق فريوول فضل تسمعني تحياتي الله وسهلا أهلا وسهلا شرف أشكرك أشكرك أسترد المصور وأشكرك على هذه الحلقة الجميلة الله يخليك تحياتي للجميع وعلى جميع الحضور ومن سوف يشاهد الحلقة لاحظة ما أعرف أهلا بك أهلا بك ما أعرف إذا أنا بصراح عندي رأي شوي مختلف عن شقة الله يعني أيضا أعرف نحن نموت على السلفي معاوك هاهههههههة أشكرك أشكرك أن تحصل وإننا حصل واد tidak أسكرك هو بصراحة يعني أنا يعني كنت صغير يعني مقتنع تمام بفكار الأخوان المسلميين ومش عارف إيش قبل كانت أضو malaria Palau وبعد قديقت رو Palmer اللي لكني لم يعطيل يعني بصراحة ما يقنعوني يعني مشحور لم يقنعني وأنا كنت أحب اللغة العربية وتفسيرات الشحور يعني في اللغة العربية كانت تثكمي القطع ليس القطع والرجل ليس الرجل يعني ويعني رجل صراحة يعني غير صادق فما أجازت نفسي أني أحترم شخص يعني لأول تعويل غير صحيح شوية عمقت في الموضوع صراحة وجدت أنه الفكرة أنه يمكن تحوي مشروع سياسي كيف يعني أستاذ المنصور أنا أعطيك بعد إذنك لن أعطيه بس مثالين يعني أنا في الشحور براء أنه يعني زي السجين اللي حفر حفرة هذا ممكن مثال مشهور وموجود صورة وموجود على السوشال ميديا بكثرة حفر حفرة كبيرة بدل أن يهرب وضع تكيف فبصراحة أنا أعطيك مثال حي أنا قرأت تقرير كامل وأناقشت هذا التقرير في أكثر من قناة يعني حتى نقول تانويري هذه أنه فيه وصدر التقرير هو موجود باللغة العربية واللغة الإنجليزية على البي بي سي صدر التقرير أنه أكثر بلدين يتم خروج منهم من الدين الإسلامي همها المغرب والعراق في الشرق الأوسط من العراق والشمال الأفريقية المملكة المغربية أكثر بلدين شنو؟ ما اسمعته؟ المغرب لا لا أكثر بلدين شنو؟ شنو؟ يتم الخروج من الدين الإسلامي آه يعني قصدك يعني أفتهم شيء آه يعني يتجهمني للدينيين هذا التقرير كان في 2020 نعم آه الآن التجربتين مختلفتين العراق عندهم تجربتهم طويلة المغرب يعني لم يتعرض كما تعرض العراق من أحداث آه فالي صار أنه القرآنيين هناك في المغرب اشتغلوا شغل جامد وأنا بيتحب أتركوا أسماء مثل رشيد إيلال وكثيرون مثل وأحمد عصيد اشتغلوا شغل على هذا المبدأ ثم للشباب بدل من أن يأخذ الخطوة ويتجرأ ويكسر الحادث ويخرج من فكرة أنا ما بهمني يعني هذا قرار الشخص بالنهاية إنك تأمن أو لا تؤمن لكن أنت كنت تريد أن يعني الأعدادك أعطت زايد وكثرة وكان فيه ردة فعل ومؤشر كبير استبشرنا فيه بشيء من الخير أنا لست مغربيا ولست عراقيا لكن يعني المنطقة نغاصل مع بعض فجاء القرآنيون وفعلا نجحوا في إفشال المشروع الذي الآن الخروج من المغرب يعني إلى الإسلام اللاديني قريم جدا أو أقل بكثير من 2020 والمغرب تعجب القرآني أصبحت تعجب القرآني فأرى أنا أنه مالك كان في ناقوس خطر بين أنه يعني الأنظمة العربية أو المفكرين أو المثقفين أو معنيين بالوعي العربي شعروا بالخطر بين الحركات المتطرفة مثل داعش وأخواتها وبين الأدينيه ورأوا أن الخيار يكون القرآنيين يتم استبداله بمشروع بدل الإسلام السياسي يعني الإسلام السياسي كان متكأ لكثير من العنظمة العربية وخصوصا الملكين فأنا بشوف أنه القرآني ما فعلوه هو بالصراحة يعني أسوأ الموجود حقيقة يعني شحرور أشهر يعني هو أنا برأيي أنه هم يعني يحاولون أن يكون لهم حضور يعني طبعا ما مختن بهم طبعا لا بالتأكيد وعد اعتراضات كثيرة لكن هم نوعا ما حل وسط يعني للمجتمع الموجود فما هي السيئات يعني؟ السيئات اللي أنه يعني ثقافة الخوف وقيت كما هي يعني المهم أنك تبقى داخل هذا القطيع تعمل فيه بأي طريقة بأي شكل وسنكتبقى داخل القطيع ما تخرجش ما تتمردش عليه ما تكسرش العاجز يعني بصراحة استغلوا خوف الشباب والأسئلة اللي فيها شك وجاوبوا عليها بطريقة يعني ملتوية لا أنت هيك ما خليت يفكر أنت خليت يفكر بعقل غيره ما أعطيته الحرية ما أنت يعني ما تركته يختار أنت قنعته هو بختار بلنما أنت الذي تختار له ما يريد فأنا بصراحة بشوف هذا الشيء يعني هي نفس الطريقة التي كانت نعم نعم بتعرف أستاذ منصور بتعرف أنا لما كنت ناشط بالوسط الجامعي مع الشباب الإسلامي بتعرف أنهم هم اللي كانوا ناشطين في الوسط الوسط وينحاول ينشر فكر الإسلام السياسي وأنا كنت واحد منهم بس ما كنت ننتمي رسميا بأسباب شخصية بتعرف أنهم نفسهم الآن هم الناشطين في الوسط اللي بيمثل القرآنيين ومحمد شهرور يعني بتطرح تساؤلات فيه إشي بصراحة بالنصك مش مفهم فأنا هاي المشاهدة شخصية يعني شفتها بعيوني نفس الناشطين الذي كانوا ناشطين أيام ما كنا متأثرين بالفكرة السلفي هم نفسهم ناشطين أيام الإسلام السياسي هم نفسهم ناشطين الآن في المنهج القرآني ويتم يعني سحب الشباب إلى هذا يعني مما جدنا جديد ما بعرف أن هذا رأي شخصي يمكن أن أكون خاطئ لا لا هو فعلا هي موجودة يعني كل ما هو موجود عندنا الآن على درجة من السوء بالتأكيد يحتاج عادة نظر وعندنا احتجاجات كثيرة عليه ما يقول صديقنا من الله يعني أنا بالناحية القرآنيين بالدرجة الأولى لا يمكن التعويل على تفاصيل يعني إلا ما نظر لأن النصوص هي مرتبطة بالنصوص أخرى لما عم يتحدث لنفرض السورة الوحيدة الكاملة تقريباً يعني قصة يوسف يعني يتحدث بشكل متكامل قصة متكاملة ولكن هنا قصص يأتي بأطراف الحديث فلا تفقه شيء مهما حاولت يعني المقولة بأن القرآن يفسر نفسه بنفسه مقولة جزئية جزئياً نعم وليس شيء كامل هذا الحديث غير صحيح هو هذا مبدأ من بعد التفسير هذا أن القرآن يفسر نفسه بنفسه نعم هذا بشكل جزئي يفسر يعني يفسر يجب أن تأخذ أنت الترابط المنطقي للنص الترابط اللغوي للنص لح تقدر تفسر لغوياً بآية أخرى ما تتعارض لغوياً تفسير اللغوي ممكن أن أعتمد هذا الأسلوب يعني عندما أبحث عن معنى كلمة لا يجب أن نفرض كلمة خليفة واجعلنا لا أذكر الآية في الأرض خليفة فقالوا له هل تجعل بها من يفسد بها يعني هل عند الملائكة علم الغيب لحتى يعرفوا أن هذا الخليفة سيفسد ستفسد بالأرض الملائكة ليست لديها علم الغيب ما هيك؟ لأنه هم جاءوا بنفس السياق لا نعلم إلا ما أعلمتنا به ما هيك؟ كيف معنى هون الخليفة؟ خليفة من؟ يعني تتساءل بمعنى كلمة خليفة ما المقصود بكلمة خليفة؟ خليفة الله؟ ما معنى بكلمة خليفة أنه سيجعل في الأرض خليفة؟ خليفة لمن؟ هذا السؤال عندما تبحث عن معنى هذه الكلمة يجب أن تبحث وتقارن مع معاني خليفة في الآيات الأخرى يعني إذا كشفت معنى ما طبعاً أنا موضوع هنا عرض المعنى لا، ولكن أقول اسلوب فيجب أن تفسر القرآن بالقرآن بالمعاني لا تتعارض معه ولكن عندما تبحث حتى بقدرة الخلق يجب أن تذهب إلى النصوص الدينية المتوازية وهذا على مقارنة أديان ولا يمكن البقاء فقط في القرآن لأن القرآن لا يخص فقط يعني هو يخاطب ناس تعرف هذه النصوص بجزء منه وليس خليك معي بالشاشة فهو يعني لا يخاطب بكل القرآن عالم في الجاهلية هو في جزء منه يخاطب عالم تعلم يعني إصحاب علم فعندما يتناول جزئية ما يعول أن الآخر يفهم التتمي هو صح بس هو على أعتقد العلة لأعلى بجمع القرآن العلة الأساسية أنه هناك اعتباطية بجمع القرآن هذا موضوع آخر أنا أقول عن موضوع القرآنيين عن موضوع القرآنيين لا يمكن القرآن غير كافي أن تقول خلاص لأن هون يعني يحدث مع ناس تعرف عن مريم تعرف عن موسى تعرف عن هارون تعرف عن عاد اللي في القرآن لا يذكر شيء عنها ولا أحد يعرف يعني ما بنعرف مين عاد لا نعرف مين عاد هو لا نعرف من هم عاد أهل عاد لا نعرف وفيما بعد خلفوا من هم فرعون يعني نظريات مثل الربيعي يقل لك فرعون في اليمن أو المصريين في اليمن وليست مصر يعني مع ذلك رغم وجود دلائل جغرافية وتاريخية لا يعني لك مصر هي في اليمن كيف بالقرآنيين اللي بدون يعزلوا الجغرافية والتاريخ وكل شيء الويقار يدرسوا فقط القرآن هذا الدراسة يعني أعتبره ناقصة يعني ناقصة جداً هو عادة الآن برأي أنه دائماً هناك اعتباطية في اختيار أي شيء لأنه تأيمد أي جماعة بشرية أو أي مملكة أو مجموعة بشرية يقول مليون أو مئة ألف أو مدينة لا بد أن يكون هناك شيء من الاتباطية في اتخاذ القرآن هذه الاتباطية بعد ذلك يأتي بتأسيس عليها وهذا التأسيس يتحول إلى فقه وأديان وعقائد وتقاليد وبعد ذلك يأتي من بعض الناس من أمثالنا يراجعون يقولون هناك أخطاء حدثة هي الفكرة كلها توجد على يعني كما أنت تحدثت أنه الفكرة بيأكملها نحن نعتقد وجود مقدس وأنه هناك شيء صحيح هي بأعظم الأخطاء التي يرتكبها البشر أنهم يعتقدون بوجود شيء صحيح وكل ما في الأمر علينا أن نبحث عنه هي هذه الفكرة الطوباوية السحرية الغير معقولة في هذه الفترة صادت فكرة يعني فكرة هذا الإله الواحد بشكل مطلق وكانت فكرة قوية جدا يعني لا نقاش على وجود الله صار النقاش بهذا الجزء من الجغرافيا أنا أتحدث ما أتحدث بكل العالم في هذا الجزء من الجغرافيا صار النقاش حتى عن جنس الملائكة والقرآن حتى ناقش في جنس الملائكة يعني حتى القرآن نفسه أتى على هذه القضية الجدلية بيزنطية في جنس الملائكة الموضوع هو يعني ثقافي كان حتى يمس أهل الجزيرة يعني يسرب يسرب منطقة حضارية ما أنا معزول عن الحضارة منطقة حضارية لا تقول يعني ممكن نتساءل عن مكة في التاريخ ولكن لا يمكن أن نتساءل أين يسرب في التاريخ مكان له وجود معروف فيه تعدد أديان تعدد ثقافات تعدد يعني مزاهب دينية متعددة بالمسيحية نصاطرة ويعاقبة يعني عدة أشكال من الكنائس كان موجود بالإضافة إلى اليهود وأصفاتهم بالإضافة إلى ما يسمى الديانات الوسنية فهذا الصراع الثقافي ما أتى من عبس يعني في قضية مسلم بها مثل عند المسلمين مسلم أننا عنا رسول مسلم أننا عنا القرآن من الله وإنما نختلف عن أشياء عن التفاصيل ونتقاطل في التفاصيل ولكن بالأساس يجب عسل الفكرة نهائيا كليا يعني القداسي كلها يجب عسلها ومناقشها بقضية فكرية بحتي يعني القرآن لا يمكن عند القرآنيين لا يمكن التعبير على طريقهم في التفكير لأن يعزلون القرآن عن موضعه التاريخي والثقافي أي صح أيضاً عندنا صديقنا لوغيانوس يقول الشحارير يعتقدون أن الكتاب المقدس مليء بالأخطاء وأن القرآن كتاب علمي دقيق هذه قصة جديدة سمعتني واختفيت نعم يقول لوغيانوس والصديقنا يقول الشحارير يعتقدون أن الكتاب المقدس هو المليء بالأخطاء أما القرآن فهو علمي ودقيق جداً لا بأس يعني أنه كان فيه بالكتاب المقدس أخطاء وهي لا يخلو يعني لا يخلو منه يعني بالكتاب المقدس عندما تقرأ الكتاب المقدس أنا شخصياً يعني عن حالي أجد تفاوض بالترجمات لأنه نحن نقرأ الكتاب مقدس مترجم والمشكلة الترجمة النصوص هي مشكلة عويصة أنت لا يمكن أن تترجم النص بحرفية وبنفس الجوهر والمعنى يعني موضوع التشربية مشكلة كبيرة فلنأخذ القرآن إذا أخذناه نترجمه كم هي من الأخطاء يعني سبانتوج عنه فأكيد بالكتاب المقدس يوجد خلافات في الترجمات وبالنتيجة أخطاء وحتى في القرآن يوجد خلافات في القراءات نتيجة التنقيد أقل له يعني وحتى اللغة القرآن بحد ذاتها لغة قديمة يعني وحتى القرآن ترجمة أصلا يعني والآن الواحد ذا ليدي فهمه يعني فيه آيات ما تعرف شو معناها على الإطلاق يعني كلمها لغة ثانية نعم نحن نقرأ القرآن بحاجة إلى تفسير والتفسير هو ترجمة يعني كلمة ترجمة معناها تفسير هي القصة بأكملة هي بدت مننا من أن هناك هذا الناس مرجع أساسي ويجب أن نفهمه قوة بالحقيقة ما ينفهم يعني قوة هي يعني يا هاي الورطة اللي بهذلتنا وأنا قلت لك يا فكرة المقدس سينفسنا نرجع لها أنه لهؤلاء أن الناس كانوا بحاجة لفكرة المقدس حتى يجتمعون مع بعض حتى هناك شيء يطوفون حوله وهاي حاجة أساسية لا يمكن أن تناس لأن الناس ما راح تجتمع يعني كيف تجتمع لا بد من شيء مشترك هذا المشترك هو هذا المقدس نتفق عليه المشكلة احنا بالله نتورطنا يعني كان هو وسيلة أصبح هو الغاية يعني كان المقدس هو وسيلة وأداة للاجتماع يعني وبعد ذلك تحولت هاي الأداة إلى الغاية بحد ذاتها يعني الغاية هي أن نجتمع وليس أن فالتالي خلال كل الفترة الحكم الإمبراطورية العثمانية هاي الخلافات اليوم نحن نناقشها غير موجودة وكأنها ماتت فترة من زمن 400 أو 500 عام النهضة العربية أنا هذا اللحظت لا أعرف يعني بجزء قلت معرفة أنه خلال الحكم العثماني المدارس الدينية قلت تمايوزها يعني الصراع الديني الإسلامي قلت تمايوزه ومعت فيها التمايوز الكبير يعني سبتت الأمور على ما هي إنما بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية ومشوق المفهوم الأم العربية عادت يعني أحيط الخلافات من جديد وأحيط الشعور الإسلامي من جديد يعني كان مائت هذا الشعور كان مائت طح كان مجمد يعني تقريباً أو غير موجود نعم مجمد نعم وأحنا مثل أنا أقول لك هذه المشكلة أين أحنا كأت في سوريا والشام والعراق ومصر أيضاً لا أحنا خاصة مناطقنا مصر شوية شوية أحسن وضحة من لدينا راحت لهذا الغطاء العثماني هذا الغطاء السكينة أو الانتماء الانتماء الجمعي إلى سلطة الخلافة العثمانية صحيح أن أتراضات كانت الناس يعني تلاقي الأمر رئي منها لكن هناك شيء محترم ومقدس يحترمه جميع بالله بطمثل الخليفة العباسي اللي استمر يعني بعد المتوكل يقتلون ويدبحون ويسملون أعين الخلافة لكن بقى هو رمز موجود لكن المشكلة بعد ما الرفع هذا الغطاء أو السقف الذي يجمعنا جميعاً وظهرنا عارين أمام السماء بدون أي مرجعية بدأت تظهر الشلافات جربنا القومية جربنا الآن الناس هذا النقاش الذي يدور بيننا الآن حول مواضيع القديمة والإسلام والدين واللغة والتاريخ والآيات هذا كله هو نتاج أزمة أزمة كبيرة يعني توضح بأننا ما زلنا لم نستطع تشكيل ما يجمعنا معاً هذا أعطى شعور جيدة على فكرة عندما تشعر بالألم فأنت ما زلت حي يعني ليس لأزمة إنه نحن أربعمائة خمسمائة عام من الحكم العثماني ما نعطى في حالة موت سريري كنا اليوم نستيقظ هذا شيء جيد يعني أنا أعطيه مؤشر يعني ولو كان بالنسبة قليلة مؤشر جيد بالنسبة لنا هذا كلام موت سريري فعلي كلام دقيق هذا يعني كنا في حالة موت سريري وهذا يعني بطل الدم الذي يغذيه لنا الخليفة العثماني يعني هو كان يبقينا على قيد الحياة لكن الآن مطلرين أن نواجد الحياة وأن نصبح ناضجين وعلى قدر من المسؤولية والإحساس المسؤولية والقدر على أن نكون مستقلين ووعين لكن هاي المصيبة أنه بين يعني كما يقول الجابري يقول إحنا يضاعين بين أصوليتين أصولية الغرب وأصولية التاريخ الديني الإسلامي فنحن يعني الحاضر الغربي هو أصبح أيضا نوع من الأصول الأصولية الغربية والأصولية فالتده العلماني أو الذي يعني ينحاز إلى الحل العلماني على طريقة شحرور نوعا ما والذي ينحاز إلى التاريخ فيجي شحرور يخبط بين الأصوليتين يخلط بينهما هاي المشكلة الكبيرة لكن هي لابد الأمور هكذا تبدأ يعني العافية درجات كما نقول بالأراضي يعني لابد أن تبقى القرآني الآن في رأيه أنه موجود لأنه يعني الناس يعني سالم للناس مثلا عندي أولاد قدي كذا بس أيضا ما قدر أكون صريح معهم لأنه أنت تطلع من الانتماء الاجتماعي ما تقدر تقول صريح معهم تقول له يابا قوز بكل شيء يعني صعب يعني تتخليه في منطقة مفرغة من الانتماء من الهواء الديني من الهواء الإنساني الهواء الاجتماعي فهذا الغراء الاجتماعي كما يسميه دوركايم فلكن نقول هنا الدين هو يوفر الإله يوفر هذا الغراء الاجتماعي الذي يجعلنا متواصلين معنا لهذا السبب المتدين عندما يشعر بوجود غريب رأسا يشعر بالخطر ويتخذ مواقف الدفاع أو الهجوم أو الحذر أو الترقب فالدين يوفر هذا الإحساس بالقطيع بالإلتماء على الحضيرة الدين على كل إنه كلام يعني اليوم أخذ أطرافه كما يقال صديقنا ثري وورد أدك كضافة يعني؟ لا أنا بشكرك على وقتك بس هي كلمة أخيرة القرآنيين أصبحوا فرق الآن ويكثرون بعضهم بعضا وحتى في قرآني مصري مشهور مش أحمد مهر وحفين أحمد أحمد صبح منصور أصدق؟ أحمد صبح منصور أكثر شهرور كفر شهرور شهرور زعلوينة ليش؟ أنا أرى بالإعكس شوية أحسن ما أعرف بس هو كفر شهرور أخشى ما أخشى أنه يعني ندخل في دوامة أخرى يعني آآ صح صح هذا موضوع هذا موضوع واحد يعني بس هو أحمد صحاته أويسة نظر جيدة يعني يعني أسلم أسلم يعني وشوية مرتكزة أكثر على على النص القرآني وقراءة يعني قراءته مش لا تقتصر على القراءة اللغوية مثل شهرور واللي هي مفتوحة يعني مطاطة ممكن أي آية أو كما شبت يطلع لك البروتونات والفوتونات بالقرآن يعني هذا استأكد بس هو عدد بس هو عدد بس هو عدد أحمد صحة الرسول عنده وسط نظر حلوة مثلا شي يقول من أشياء الحلوة يعني يعني واللي تستحق التمعن يقول هناك فرق بين الرسول والنبي وأن الشريعة القرآنية يعني الأشياء الألاقية بالشريعة لا يخاطب الآيات لا تخاطب محمد بصفة الرسول إنما بصفة النبي والصفة النبي هي صفة الحاكم عندما كان في مكة في يثرب وهذا تمييز حلو يعني ممكن أن يكون من خلاله ممكن واحد يبنى عليه شيء يخلص من هذا المأزق يخلص المتدينين يعني بالنسبة لي الدين بأكمله أصبح من الماضي يعني يعني مفروض النحية على الجانب ونتهى الموضوع أنا هذا رأيي بس أنا أحترم الناس آخرين يعني ليس الوحدي يعني بس أنا عندما تحدث أقول بأنه فكرة الفصل بين الرسول والنبوة وعندما تراجع آيات القرآن فكرة أحمد صبح المنصور فكرة فيها وجاه إنه الآيات التي تخاطب الرسول إن القرآن جزءان جزء خاص بالنبي وجزء خاص بالرسول وأطيع الله ورسوله هذا لا يعني طاعة الله رسوله يعني طاعة ما فعله النبي النبي في مكة في يترفع على أشياء وقال أشياء وأوصى بأشياء وأصدر أحكاما بأشياء لكنه تراجع الآيات يتحدث باسم النبي النبي فعل كذا وقال كذا لكن عندما يقول أطيع الله والرسول هذا لا يعني أنه هذه شريعة مرسلة من الله فالرسول هو الذي يوصل الرسالة فقط أبا النبي فهو الحاكم يعني فيها التفاصيل بس يعني هذا كله ترقيع لغوي يعني إذا بنا نسأل على من نزلت هذه الآية على الرسول أم على النبي وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنود من المقصود؟ النبي أم الرسود؟ لا لا يعني الذكر مفوضي يعني يوصل هذه الرسالة الزكر الرسول بينما نزلت على النبي من هو المجنون؟ المقصود بالمجنون؟ يعني يخيل أنه مجنون الرسول أم النبي؟ الرسول واضحة الرسول باعتبار أنه نزل عليه الوحي وما دور النبي؟ وما أتاكم النبي فخذوه مثلا يعني يعني أنه أدى كتاب ممكن أن يطلع عليه بتفاصيل كثيرة ومراجع كل الآيات منزل جدوى كامل بالآيات التي ذكر فيها الرسول والآيات التي ذكر فيها النبي ومقدم يعني مجهة نظر جيدة في هذا المجال وأنا أعتبرها أيضا يعني نوع من تعالج الشكالات كثيرة بالنسبة للمتدينين فأنا قلت لك بالنسبة لأعتبر الدين كلها مسألة انتهت يعني أو الدين بأي أن كان نوعه لأنه البشرية تجاوزت مرحلة الأديان الأديان نموذج قديمة الآن الدولة الحديثة هي تعتبر الدين وهي الإله فقط أعتبر ما دام هناك مليار أو نصف مسلم ونسبة كبيرة من أتم متدينين وملتزمين أعتقد هذا يفتح لهم باب باب للخروج من مأزق التاريخ والحضور في الحاضر يعني هذا قصد نضال يعني أنا أقول أنه إحنا ممكن أنا لا أمن بالدين لكن لا بد أن نؤمن بالجماعة التي نعيش فيها ولا بد أن نقول ليس مسألة إيمان وإلحاد مسألة أنه إحنا جماعة من البشر لدينا ثقافة وتاريخ مشترك لدينا خلافات كثيرة لكن لابد أن نصل إلى صيغة اتفاق فيما بيننا أما بالنسبة لي أنا أقول لك لا طوز في الدين وأهلا أنا أتفاق معك أنه نحن مفهوض نقدم مخارج للمواضيع الخلافية يعني بالحد الأدنى يعني لتفسير معنا أو آخر ومع هذا ليتطفق الآخرون أو يختلفوا ما أنا مشكلتنا يعني إحنا ما موضوعنا أو ليست قضيتنا إذا بدنا نقول نضع حلول لكل شيء ولكن إذا بدنا نناقش موضوع النبي هل هذه تعني النبي وهذه تعني الرسول هذا موضوع يحتاج بحد ذاته إلى دراسة مفصلة لأنه سأرجع للموضوع طبعا طبعا هو عد كتاب مشهول أنا طلعت عليه من زمان بعيدا نعم ولكن صح نحن نعيش في مجتمع ما ممكن نرغي عنه الغطاء كاملة ولكن هذا الحديث لا يخص كل المجتمع اليوم هذه الحلقة على سبيل المثال لا تخص كل المجتمع ما كان المجتمع رح يحضر اليوم هذا الموضوع ويناقش فيه هذا يقتصر على لا نقول نخبة ولكن نخبة من المجتمع وهي بدورها ستجعل تغيير ما آخر في الوسط الاجتماعي العام جدا فأنت لا تصنع صورة لا تصنع شيء مستحيل لا نحن نحترم الناس بإيمانها البسيط ضمن العادات والتقاليد الاجتماعية العادية الفقرية ولكن لما نرتقي إلى الموضوع الفكري لا لا بأس أن نقول الأشياء كما هي طبعا بس فكرة أفكار تنتشر الفكرة التي تصلح للإنبات والنمو تنتشر ما دام التربة مناسبة الفكرة مثلا أفكار كثيرة تطرح كثير من أجدها بسيطة وعادية بعد فترة تجد أنها فكرة الدين نفسها فكرة الله أنا فسا بمحمد وكان هناك أنبياء كثيرين لكن وجدت فرصة إلها وانتشرت على عساب أفكار أخرى المسلم ممكن يكون مسلم ليس كل أيام الأسبوع أو ليس كل 24 ساعة يعني المطالبين نكون مسلمين 24 ساعة 365 يوم ممكن يكون الإنسان مسلم عند الفجر يصلي وروح يبارس حياته بشكل طبيعي لا إجازة أنا قدمت مقترح قبل فترة يعني قلت بحد ياخد إجازة من الدين والإسلام من سنتين والله قدمت مقترح أنه إجازة من الحجاب والدين بأكمل سنتين وولا هنشوف حالنا وكأنه نحن بخدمة عسكرية إقاع واحد من الصباح إلى المساء بتردد الشعار الصباحي في حياء العلم نصاب عسكري يعني شكوا بها هنشوف بالأكس هذا حل سليم أنه خلص أنا ما أردني إجازة يعني الله ما رح أعتقد يأترض والله يعني هو رحيم وطيب ويتفهم الموضوع قل له يا الله ترى قدنا مشكلة كبيرة لحدنا أنت دوقتنا وأنبياءك وقصة طويلة عرضة سالنا 1500 سنة ما افتهمنا شيء الموضوع ويوميا نتعارك ويعني قصة طويلة فرجع نطينا إجازة السنتين ونرجع لك صدقني يعني أنت هاي بيناتنا كلام شرف يعني رح نرجع لك لا تخاف نقسمه بك أنا سوف نعود لك نعم والله يعني لا ترى أنا نحبك ونريدك ومنعوفك وما نقدر نعيش بلاياك لكن إعني يعني يطينا إجازة يعني ورح تاخدنا بيوم القيامة للأبد يعني يعني يطينا شوية فنتيك فنتيك بالإراق طينا فنتيك بالإراق ما بيهش شيء حتى الرجال الدين يابا نسرحهم فضلوا أخوان ما قصرتوا حلوين وحبابين وأكلكم وشربكم موجود وخلاص يعني وعلى أفونا ملكم العقابين يأخذوا مكانوا حبابين ولا حلوين على عين ورأسنا شكر الله وسعيكم والله أنا أعتبر هذا أجمل حل يعني والبطل يسوي الصيام عن الدين لا أحد يتحدث بالدين لا صلاة لا آذان لا كنائس لا أجراس صيام عن الدين يعني مجتمع بأكمله يقول كافي دين شبعنا دين خلينا شوية نأخذ إجازة استراحة وخلاص يعني إذا نحن نحن ننظر للدين نظرة تجارية اليوم بعصرنا الحالي كم من المال يتدور في دائرة الدين بكل بساطة حتى حلقة اليوم مبنية على الدين حتى الكتب المتدائع المكتبات كلها في ديماشق من 15 عام تقريبا تحولت المكتبات إلى مكتبات دينية صح تجرب نبحث عن كتاب لم أعد المكتبة كانت مكتبة فيها كتب مختلفة تلاقيها صارت كتب باقر يعني كتب الدين والتفاصيل والشيعة والسنة أنا صاحب مكتبة في بغداد لدي مكتبة أكبر مكتبة في بغداد بالتسعيناس وأعرف بالموضة يعني أنا كنت ناشر وصاحب مكتبة فأعرف الكتب الدينية أنا كنت أبيعها يسمونها عتاوي عتاوي بن تيمية فتاوى بن تيمية أنا كنت عتاوي يعني بالزازين عتاوي بن تيمية فتاوي 37 مجلد كنا يعني بيخش رزق يعني كما يقال يعني حول هذه التجارة يدور يدور فلك كبير لا يمكن إلغاءه بين ليلتين وضوحها إلا مثل ما بقوله حتى يفقد قيمته التجارية بس يفقد قيمته التجارية يزول خلس ما أقوله قيمة يسحب من التداول يشبه عمري بسعب بس الناس مساكين بصراحة يعني أنت الآن افترض نفسك أنت ولدت في مجتمع مثلا في دمشق أو في الشام أو في لادقية أو في نابلس أو في بغداد أو في الموصل فأنت كشاب وتبدأ تترعر داخل الوسط فأنت تشعر بوجودك داخل هاي جماعة فكيف ماذا تفعل يعني أي طريق تختار قدما أحد يسلم عليك كيف تجيب ترد عليه على أي أسس أسئلة هائلة وضخمة جدا بالمناسبة يعني الدين مسألة مش هينة هو الإنسان قابل للتلون يعني أعرف هاي المجتمعات بشكل جيد بس يتخذ رجل الدين منصير قدامه وكتسين وملائكة ومؤمنين بس يخرج نبدأ الدعابة والنكات على كيفنا مثل ما بيقولوا يعني حسب الوسط يعني نتلون نتلون كل المجتمعات عندنا متلوني اي صح هو أنا أعتبر رجل الدين وجوده ضروري في المجتمعات القديمة مجتمع المعاصر ما لاتنا رجل الدين يجب أن يتم عادة إنتاج توظيفه من جديد وتكليفه من مهمة يعني مثل المرشد الاجتماعي الآن في العالم الغربي مرشد اجتماعي مرشد نفسي مرشد للشبيبة للأطفال هذا هو هذا الرجل الدين يعني الإنسان بذلك الزمن يعني ما يقربط كيف يزوج ما يشرق الزواج كيف مثلا يهنى الآخرين كيف يتعامل مع الآخرين الفرق يميز بين هذا وذاك هاي أسئلة يعني أسئلة مش أي إنسان يجاوب عليها لذلك رجل الدين يؤدي هذه الوظيفة أنه الذي يكون مشرف على نمط العلاقات داخل المجتمع وأيضا ينتج نظريات وفرضيات وينتج قيام وينتج مفاهيم على أساس يقوم تقوم لحمة الجماعة هذا الدور هو مهم لهذا يشوف شراء الكتب ومحاولة الناس تتعرف يعني تتعرف ما حكم القضية كذا أو كذا لأنه أنت صحيح تقول علي هو يعني يفقد شخصيته ويفقد استقلاليته ويعتمد على الآخرين فبالتالي هذا يعني صحيح بها اعتماد واتقاء على الآخرين أصلاً فكرة المجتمع هي اتكاء على الآخرين يعني وفكرة الجماعة البشرية هو التعاون فيما بين وتقسيم العمل فهو الفكرة الدينية سليمة من الجوهر يعني يعني عن بسيطة يعني وكررها من وقت لآخر أنه أساليب الإنتاج والاستهلاك تغيرت تغيرت كثيراً يعني عن نقوات نشية الدين وإلى فترة انتهاء الامبراطوري يعني تأييرات اللي حدثت يعني مع السورة الصناعية قرون إلى الوراء لم نواكفها يعني كانت السلطة العثمانية كأنه شيء لم يكن عنا موجود لا سورة صناعية ولا شيء حتى الطابعة دخلت يعني بجهد جهيد مثل ما طبعاً طبعاً فما تأثرنا فيها ظلينا نحن بجهل مطبق ولكن اليوم في هذا القرن بالزاد تغيرت كل وسائل الانتاج والاستهلاك هذا الشيء شنو معنات الأمور اختلفت لها درجة مقبلة يعني حتى رجل الدين لم يعد له هذا الدور هذا المقصود يعني لا بأسلوب المعرفة فينا نحن نعتمد على رجل الدين ولا بتقرير مصارنا ولا بالاستفسار عن حياتنا ولا بالاستفسار عن موتنا ولا بالاستفسار حتى عن ديننا أجل بنا نحكي بالصحيح لأنه أي دين يكون لابد اليوم أن يدخل في اليوتيوب ويطرح سؤاله ويسمع وجهات نظر متعددة لن يزهر إلى الجامع أو التكية أو الكنيسة أو الدير أو أي شيء تسميه أو الكنيس بيسمع رجل الدين ما يقول والأخيرا خلاص في عندي كل شيء بين إيدي صح له يبقى يعني يبقى وجودهم ضروري يعني الشعرور هو ممكن نستضرف أو نستهزب بعض الأشياء لكن هو رجل قدم قراءته ويحاول أن يدمج يعني بطريقته بين ما مضى بين الأصوليتين كما قلت الأصولية الماضية وأصولية الحاضر أو العلمانية وهذا اللي يشنع عليها السلفيين يشنعون طبعا واحد مخصص يمكن ألف حلقة ضد شعرور بس يرد عليه انتصارا للأصولية السلفية وعلى حساب الأصولية العلمانية أو الأصولية الغربية هذا الصلاة هو اللي يستمر حتى بروز الدكتور شحرور والكيالي الذي ذكرته قبل شوي بالحلقات هو ظهور خارج المألوف عن دور الشيخ نعم يعني هذا ما أحب أن أقول يعني بزهر الشحرور أو الكيالي هذا خارج ظهور الشيخ هذا مدرسة تقليدية هذا مدرسة نبعث من الحداثة ايه طبعا هي هو نبعث كل مستمع اليوم يشاهد بلك يعني هو كمان يتقمص دور الحداثة ويأخذ دور الشيخ ويبحث ويفسر ويجد تفسير يصبح مدرسة بحد ذاته ولكن لا يصبح صليحة ولكن لا يصبح صليحة يعني مثل أو ظاهرة يعني ممكن كل إنسان يصبح هو شيخ ولكن لا يصبح ظاهرة لأنه ما عنده المقدرة ما كل إنسان عنده نفس الكاريزمة ونفس المقدرة مثل ما يقول لا لا طبعا بسوى ظهر في فترة كانت الناس بحاجة إلى نوع من يعني تنفيس أو الطريق بين هاي الطرق المحقدة وخاصة أنه ممنوع أنه أنت يعني من صعب جدا أن تعلن أنك لست مؤمنا أو أنك أو لديك شكو فهذا من يقدم لك هاي الخدمة اللي هو شحرور وبالمناسبة بالمقابل هو رجل الدين أصلا هو شخص يقدم خدمة مثل شحرور يعني هو الرجال الدين الموجودين هو أولا تجار دين وكلمة تجار دين يعني لا ليس تشنيعا لا بالحقيقة هم تجار دين يعني الناس بحاجة إلى دين وكل تاجر دين يعرض بضاعته التجار القدماء متمكنون من السوق يعني مهيمنون أو احتكروا السوق ولا يسمحون بمنافسين ولهذا السبب يحاربون المنافسين جدا مثل عدنان إبراهيم وشحرور وأيضا أمثالنا احنا أيضا نعتبر من دعاة لظهور أديان جديدة يعني صحيح هاي أحنا كلنا نحن في صعيد المركب نفسه هو تأسيس أديان جديدة ربما الفقر يعني بيقوله إذا على صيغة التاشر المفلس يفتش بتفاتره القديمة فعلى ما يبدو الإفلاس يعني الإفلاس الإنساني على صعيد البشرية يعني أتحدث يوجد إفلاس ما فبتلاقي العودة إلى هاي المعتقدات والبحث فيها لإنتاج شيء جديد ولكن كلهم مستهلك يعني التدوير اليوم عم نعمل إعادة تدوير لهذه الأديان ولكن هي خلاص لا تعطي نتيجة وش بيعد يعني أنا رأيي شخصي هده كارج الإطار الدين يعني يعني بالنسبة لي الدين هو بحث عن شيء ما عن حقيقة ما لا ما نشيء وجودي بالنسبة لي إنما شيء ما عارفه يعني لأنه أضعط فيه وقت ما كبير كبير جدا يعني من ناحية اللغوية على الأخير صح بالنسبة لي يعني من طفوق يعني بحياتي ما كنت متدين على الإطلاق يعني ولا يوم ولا لحظة يعني بس بس عايش وسط ديني وكنت دائما أستغرب ليش هاي الناس ليش تؤمن يعني فأنا شو أروح أزور الأماكن أطلع على التفاصيل فكان دائما هذا السؤال يحضر رضينا أحاول أفهم شين القضية يعني يعني كان هذا يعني متأتي بالاكتشاف وعلى رأيي إن الناس مشغولين يعني الدين ضروري جدا لكن الدين بالمعنى اللي في رئيسنا مختلف وهذا الشيء الذي يجب أن ينتبه له هو معنى الدين بالمناسبة الإسلامي معنى مشوه تماما يعني فعلا وقولا وممارسة هو هذا الدين الإسلامي حتى بالتعريف الصحي إذا ما تروح على كلمة religion لا تجد أن الكلمة تنطبق على كلمة دين الإسلامي اللي تعني الامتثال والخضوع والطاعة بينما تروح على religion religion بالمعنى المستخدم الآن بالعالم وخاصة عند الباحثين أو معنى الشاء religion لا تعني حتى في أصولها الامتثال والطاعة تعني شيء آخر مختلف فبالحقيقة ماذا تعني ماذا تعني ماذا تعني ماذا تعني يعني مشان نحن نعرف كجمهور صحيح معقد الموضوع ها نعم من معقد شرحنا يعني يعني يا رادلا حلقة لوحدات هو religion العلاقة بالاتصال العلاقة بالوصل بين بين جماعة والمجتمع معنى اللاتيني يعني إليها مو المعنى العقيدة يعني ايه عسى أقول لك أنا بالله كاتبها لحظة أجل مكتوبة أتقلك بالله المعنى الدقيق للكلمة religion وهذا خارج الموضوع بس يعني معنى religion والراحة السجاهة هو المعنى الريليخي يعني من الرلاي أو ريليخي لحظة المعنى الأول معناتها الارتباط بالله مثلا عن طريق التقوى معناتها ومن معانيها الأخرى إعادة القراءة ريلي خير ريلي خيرة أصل كلمة religion فبالتالي عندما تروح على بالعربي الدين عندما تروح معناتها يعني يعني إعادة الطاعة ما سمعت مزبوط بالعربي الطاعة أو الانقياد معناتها كلمة دين والحكم أيضا بالأصل العبري هناك أصل أكيد أنا ما طلع حلقة عن تعريف الدين تعريف العربي صحيح يعني حسب ما في حين الاشكال فيه التعريف العربي للدين هو تعريف سليم التعريف العربي هو معنى الدين يعني هو تعريف الدين باللغة مش قضية سليم أو غير سليم بس هو ما المقصود به يعني كلمة دين وحتى بالقرآن ست مرات أو سبعة كل مستخدمة عدة مرات واحدة من المعاني حكم واحدة من الآيات حكم فرعون أو شيء من هذا قميل لاتين قانون تعني قانون لكن باللاتين كلمة religion تعني شيء آخر وهو لفظ لاتيني أستغل لك معنى عادة قراءة أو الربط religion يعني الربط بين الأفراد أو الارتباط بالله أو الوصل التواصل أو الوصل بين الأفراد هذا أصل معنى الششرون إلى تفسير إلى أيضا بعد ذلك إجاء أغسطين وأتمد كلمة religion صارت كلمة أساسية هي تتمثل الدين المسيحي وأصبحت religion تشير إلى الدين نعم بس بالمفهوم الإسلامي الدين معناته القانون الحكم والدين عند الله هو الإسلام هذا الدين يعني تعريفهم تعريف الإسلامي للدين تعريف يخصه يخص الإسلام نفسه ولا يخص المسيحية واليهودية نحن لما نتحدث عن الإسلام كدير تعريفه سليم تعريفه لنفسه هو تعريف ما هو هذا ما هي أنها جرى التلاعب حتى أقول لك هذه حلقة عن الإيمان مفهوم الإيمان في الإسلام بدأ التلاعب الإيمان تحول من الفرد أصبح إيمان الجماعة والإيمان معنى من كلمة إيمان أنه لا يمكن أن تؤمن الجماعة الإيمان مسألة فردية يعني لا مسألة طوعية وليس لا يمكن أن تفرض على واحد أن يكون مؤمن يعني التواعد يقول لك تصير تؤمن بالحب مثلا أو يعني مسألة جدا جدا شخصية لا تستطيع الإيمان وهيمنة شيء على العقل البني هذا مسألة فردية يعني يعني لا يمكن مثلا مثلا ممكن أن تؤثر على الفرد يعني يعني هيمنة يعني الإيمان من هيمنه الأرصدوية كلمة المهيمن المهيمن معناته المؤمن كلمة المؤمن معناته المهيمن عم بحتي أنا مترادي خاص هيمنة هيمنة العقيدة أو فكرة بشكل بطلق على تفكير الإنسان هذا هو إيمان بدون نقاش هذا هو الإيمان ممكن أن تهيمن لا هيمنة بالمعنى الفردي يعني هناك شيء الهمجوني تجيب معنا الهيمنة الجمعية بس تجيبها معنا الفرد يعني لكن الجماعة لكن الفرد الهيمنة هناك شيء يتملكك يعني مثل الألم ما ممكن مثل ما تؤمن أن تتألم فلا يمكن أن تتألم واللي جنبك يتألم معاك يعني مسألة الألم هو مسألة فردية لا يمكن أن نشترك في الألم ممكن عاطفيا يعني يعني نتعاطف مع بعض لكن الألم نعم سمحت أريد سواني بالجزء منها تعني التصديق المطلق يعني مثل ما أقول آمين كلمة آمين كلمة آمين معناته التصديق المطلق بشكل ثابت وراسخ التصديق من قبل من الفرد نفسه هو هاي المشكلة المسلمين ما لا فعلوا ما لا فعلوا جعلوا الإيمان متطابق مع كلمة الدين والإسلام هذه قدمتها تعريفات مراجعة الشافعي ماذا قال الشافعي ماذا قال التهانوي وبقية العلماء ماذا قال جهن نحن ميزناهم قال للأعراب أسلمنا يعني لا تقولوا آمنا أسلمنا لأسبب يدخلون دين الله أفواجا المعنى المعاني هو ما يهم يعني دين الله يصد يعني يدخلون في حكم الدين معنى الحكم هنا بهذا المعنى أنه الطاعة هو ما يهم حتى حديث أبو ذر مشهور قال لك المهم لا تشرك بالله معناها لا تشرك بالحاكم يعني أنا الحاكم أو الملك أو النبي فأنت الطاعة إشراك بالله معناها عندك أكثر من آمر أو حاكم فبالتالي أنت يفعل ما تشعل لهذا السبب شوف الآن الفساد منتشر يعني هذه القضية الواضحة لماذا الفساد منتشر مجتمعاتنا لأنه واجهور الدين ميهم المهم أنت أنت تكون خاضق للدين بعد ذلك افعل ما تفعله وكنت شيء يغفر لك المهم لا تشرك بالله أي معقدة المسألة الصديق سوشي يقول مولانا ماهر رشيد ماهر حميد عظرنا متأخرين أنت طير الضلام دائما بهذا الوقات موجود نتشرر بك حبيبي الصديق ده يكون موجود رابط موجود إذا تحب تدخل ولو الصوت تعبت ريليجي طبعا هي كلمة لاتينية كلمة لاتينية قال هو كلمة حتى الذكاء الصناعي يصبح محمم لما تسأله عن قرآن أو محمد طبعا هذا دوخنا الذكاء الصناعي يعني تسأله السؤال يجاوبك بطريقة مناورة فأنا قل لمن بداية لا لا ترى على المواقع الإسلامية نروح ندور لمكان آخر فتقريبا غير مفيد على كل خمس دقائق ونعزل أو أعتقد كافي كثير يعني كانت ناوي خمس دقائق والله صارت فرصة حلو ما دليلك على نفي وجود الخالق يا أخي يا عم أم أم مو قضية يا بيل الله موجود فالقضية هي ما أعرف ما كاتير نفي السم على الله موجود أو ما موجود موجود يلا وش مشكلة يعني أعتقد ريليجون أصلها مراعاة الطقوس هي أيضا واحدة المعانين صحيح على كلام التعريف لchant رأيك لذا لديك فكرة عن موضوع التعريف لا أنا لا فكرة ولكن التعريف السرياني لديك فكرة عنه يستخدم الإيمان يعني يستخدم الإيمان ويستخدم الدين بلكلمتين مختلفتين عن بعض صح يعني والقرآن واضح فيها الإيمان يختلف عن الدين الإيمان يختلف عن الدين لكن بالفقه نعم بس وكدين إسلامي درست الموضوع بدقة يعني كدين إسلامي كان من الضروري التخلص من الإيمان يعني الإسلام عدو الإيمان بالمناسبة يعني توصلت لهذه النتيجة الإسلام هو العدو الأكبر للإيمان لأن الإيمان فردي هو الذي يسوي جماعة الذي يسوي إمبراطورية بالمسيحية يوجد إيمان جماعي ويقوم على الإيمان الجماعي يعني الكنيسة تعني الجماعة الكنيسة هو معنى الكنيسة والكنيسة معنى الجماعة يوجد إيمان فردي هذا شيء مستقل إنما الإيمان الديني هو إيمان جماعي وليس فردي بس على حساب هل مقبول أن تتؤمن للوحدة لا نحن نناقش وجهة نظر الدين المسيحي هو أيضا نفس المسيح لا يقول ملكوت الله إلا لا تؤمن بي فبالتالي إن تعالى الإيمان لن يكون إيمانا خاصا بك إنما خاصا بالمسيح يعني لابد من وجود ثابت تدوره حولك على طريقة المسلم المسلم يدور حول الثابت الإلهي أو الله أو الكعبة المسيحي يدور حول الثابت الذي هو المسيح أيضا هو الله أو الرب اليهودي يدور حول يهور وهكذا يعني دائما هناك مرجعية تدور حولها بالتالي بالنتيجة أنت لست لست صاحب إيمان خاص أو أو صاحب إيمان مصدره أنت أو أنت اختبرته بنفسك الإيمان هو أن تكون ضمن الجماعة وتشعر بما تشعر به الجماعة وتكون ضمنه هذا الفرق هائل بين الأمرين نعم الفرق كبير بين الأمرين الأمر واضح نعم ولكن الأديان كلها مشتركة بنفس الطريقة التفكير يقول هذا وليس أقولك أنا هذه فكرة القداسة هي السؤال لك من بداية فكرة القداسة ضرورية لإنسان وإلا لا تشكل الجماعة في عصر الحالي يبدأ هذا الحاجة إلى القداسة يخف ويمكن بفترة ما يختفي موضوع القداسي خلاص ما هو مقدس بالنسبة لي لا يعني شيء يعني لا يعني شيء لمنصور لا يعني شيء لا طبعا الشكل يختلف الآن الشكل من العالم الغربي القانون هو نوع من القداسة ạnh لحظ المقارسي لا القانون هو نوع من المصلحة وليس من القداسي يحق لك خلف القانون يحق لك وخلفت القانون القانون طالما أنت تدفع قيمة المقادسة لا إذا كنت تعرف قيمة المخالفة خالف إذا كانت من مصلحتك يعني أنا من مصلحتي هلأ أخالف القانون بشيء ما ولكن سأدفع ضريبة ذلك لا هذا لا هذا لا لا علاقة هذا عقوبة لا تعتبر مخالفة لا تسمى أنه تدفع نظير هناك أشياء لا يمكن أن تدفعها